اشتركوا في القناة ويجعلها صالحة وربنا يا رب يجعلها قرة عين لأهلها ولي وانت بقى أبو البنات بقى أجمل حاجة في الدنيا ربنا يبركلك فيها رب أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من الأهلي خطأ نسيب بقى كايلة ونروح لحلقتنا كانت النهاردة قرعت كأس العالم الجولة النهائية اللي بتقام على مباراتين مصر كانت في مواجهة السنغال هنلعب المباراة الأولى هنا ثم المباراة الثانية مع سود التيرانجا موجودة في السنغال كانت المواجهات كالقاتي السنغال هتواجه مصر الجزائر هتواجه الكاميرون نيجيريا هتقابل غانا المغرب والكونغو الديمقراطية وتونس ومالي هكذا كانت المواجهات الخاصة بالجولة الحاسمة من تصفيات كأس العالم ولكن حابب أقولي يوساما أن أنا وأنا جاي كده بسمع ردود الأفعال شفت كلام أنا مش حبه يعني الكلام إن مواجهة السنغال أو تونس كانوا أسهل مواجهتين لمنتخب مصر أنا شخصيا مش عارف بناء على إيه الناس بتشوف كده أو البعض بيشوف كده أنا شخصيا ما كنش أفضل مواجهة السنغال عندنا حظوظ وأكيد لازم في كل الفرق نؤمن عندنا حظوظ ولكن هي مش من أسهل المواجهات السنغال مصنفة الأول على مستقف أفريقيا الاعتقاد بأن التعادل مع ملاوي وغنيا في كاس الأمم هو مؤشر لأن السنغال ليست بخير أنا مش متفق مع ده السنغال عندها طول الوقت عقدة في كاس الأمم الأفريقية وصلت النائق مرتين 2002 و2019 وفي المرتين خسرت على الجانب الآخر في آخر 20 سنة كنت بتوصل كاس العالم مرتين مصر وصلت في نفس الفترة مرة واحدة ورغم أن عندنا سبع أمم أفريقيا يا جماعة الأمور لا تقص هكذا مباراة تصفات كاس العالم مختلفة طول عمرها يا وساني بص إحنا أصلا لو حطينا الخمس منتخبات اللي المفترض كنا نقابل منتخب منهم فلازم نبقى عارفين أن ما فيش أصلا أي مواجهة هتكون صعبة ولكن بالنسبة لي على المستوى الشخصي أنا ممكن أختلف معاك مش من قوة السنغال لا من فكرة إزاي إحنا مواجهاتنا مع المنتخبات العربية بتكون شديدة الحساسية ولا يخدعنا إطلاقا مستوى الجزائر في أمم أفريقيا ولا يخدعنا إطلاقا مستوى تونس ولا مستوى المغرب لما تكون مباراة العودة في أحد هذه البلدان الشقيقة بيكون فيه استنفار بشكل كبير جدا وشفنا بالتأكيد في البطولة العربية إزاي كان مواجهة حماسية بين منتخب مصر والجزائر بالتأكيد الروح الرضيكة موجودة وستستمر موجودة ولكن أنا بميل للفريق الأفريقي ولكن لما تيجي تميل حتى للفريق الأفريقي فأنت هتلاقي أصلا أن كل المنتخبات الخامسة سابقينك في التصنيف لكن منتخب السنغال ربما ليك معاه بعض الحظوظ على مستوى الطريقة اللي بتتقال الكعب العالي بالتأكيد الكعب العالي ده ما بيكسبش مباراة ولا هينزل يلعب في الملعب مستوىك هو اللي هيلعب في الملعب إحنا طالبين أن منتخب مصر يكون في مستوى أفضل من اللي احنا بنشوفه بالتأكيد دعمين بشكل كبير جدا لمنتخب مصر بالتأكيد لا صوت يعلق فوق صوت منتخب مصر عندنا مواجهة قوية جدا فهم أفريقيا هنتكلم عنها ومواجهة أخرى مع منتخب السنغال والسنائية ليفربول محمد صلاح أمام ساديو مانيه سنائية كمان لأفضل حراس مرمى في أفريقيا حاليا محمد الشناوي مع أفضل حراس مرمى في العالم إدوارد مندي بالتأكيد المواجهة تكون صعبة جدا ولكن هو لا مفر بالنسبة لنا الخمس منتخبات هي منتخبات صعبة جدا بدليل فارس تواجدهم في التصنيف الأول متفق معاك أنت أساسا تصنيفك هو مؤشر إنيكيشن في كل الأحوال أنت موجود فين أنت بتشوف منتخبات التصنيف الأول أكيد هي منتخبات سهلة وعلى فكرة أنا عايز أرجع هنا الحاجة أنا كنت قلت يا جماعة أن وجودك في التصنيف الأول بيفرق معك كتير جدا البعض كان بيقول لا اللي عايز يوصل ما بيش فرقة مع أحد لا ما فيش حاجة على فكرة في الكرس ماكد فيه حاجة خاصة بفكرة الاحتمالات وفيه حد خاص بفكرة حظوظك ومدى قدرتك على التنافس الموضوع يا جماعة لا يعني منتخب زي المغرب في مواجهة الكونغو الدموقراطية هو أكيد وقع في مواجهة أسهل نسبيا أكيد حظوظه غير مضمونة ولكن محدش يقول لي أن فكرة التصنيف هي غير مؤثرة هي فكرة التصنيف أساسا وضعت عشان تشوف أنت موجود فين مقارنة بالمنافسية ودي كانت القرعة النهاردة وأنا بشوف يعني أسامة عند وجود نظر أنا مش بختلف معاها فكرة الحساسيات العربية العربية أحيانا بيكون موجودة نتيجة الحماس الزاد في المواجهات ويمكن أنا ما بحبش المواجهات العربية العربية في أوقات كتير جدا لما تخلفه من أثار أحيانا بيتعدى نطاق القرى وده مش صح وده ما بحبوش ودايما أنا بحس أن احنا كعرب محتاجين نكون في تضامن دائم وده اللي أنا بس عليه ومن الناس اللي مؤمنين بالفكرة دي لكن أيضا كان عندنا تجربة في 2010 ليست بالجيدة مع منتخب غانا بنتيجة قاسية جدا وكان عندنا أيضا في 2006 تجربة أخرى ليست بالجيدة في وجود منتخبات الاتنين أفريقيين زي عصدي الاتنين من دول أفريقية الصمراء هي 2010 كانت الجزائر غانا 2014 ولكن أنا اللي بتكلم عليه كمان في وجود الكاميرون وكانت كودفوار وكنا آه دورنا بيرجح كافة أحد المنتخبات في الجولة الأخيرة ومباراة الكاميرون الشهيرة لينا اللي كانت مباراة جيدة في الوقت ده مقارنة بنتاج المنتخب ولكن أيضا المباراة دي يا جماعة محتاجة تركيز كبير جدا والمباراة تانية دي في السنغال أنا ما كنتش بتمنيها لأن برضو السنغال حتيجي تلعب المباراة الأولى وهي عارفة أن عندها فرصة تانية فأنا بشوف أن الصعود لكأس العالم من المباراة الأولى وليست المباراة الثانية أكتر أن أنت تحافظ على حظوظك وأنت بتروح المباراة تانية أن أنت لدي في ناتيج المباراة خلينا نروح للجانب الإيجابي حتى في المباراة الزهاب والإياب في الجانب الإيجابي أنت لو طلعت بكلين شيت من ملعبك تحافظ بقى ده مهم جدا لازم تكون بتحافظ بشكل كبير جدا أنك تخرج هنا مباراة السنغال بالتأكيد إن شاء الله بنخاطب كل الجهات المسؤولة أن طبعا مع كل الإجراءات الاحترازية يكون موجود جماهير لمنتخب مصر وأتمنى ننحي أي خلاف أو انقسام على مدير فني لمنتخب مصر أو بعض اللاعبين ونكون كلنا خلف منتخب مصر لأن بالتأكيد ده شيء مهم جدا أن أنت تكون متواجد في كأس العالم خاصة وكأس العالم في بطولة عربية يعني هيسمح كمان بجماهير مصرية تتواجد في كأس العالم فنتمنى يكون في حشد جماهير كبير جدا في المباراة الأولى ونتمنى من لعبي منتخب مصر طبعا التركيز هنتكلم في أفريقيا ولكن بما أن القرى فرضت نفسها على الأحداث فلازم نقول أن في حظوظ أو في حظوظ أن أنت وقعت مع منتخب قوي ده بالتأكيد منتخب عنده لعبين مهمين جدا لكن احنا أيضا عندنا لعبين مهمين جدا يبقى التوفيق يبقى أن نلعب على قلب رجل واحد أكيد المستويات الفنية بتشير أو بترجح كافة السنغال ولكن احنا كل ده هل نحيي جانبا ونقدر نتخطأ السنغال بحظوظنا إن شاء الله مع الفرق الأفريقية حتى المباراة الأولى لو قدرنا نطلع بالفوز إن شاء الله وبالشباك نظيفة هنضع السنغال في موقف صعب جدا وقتها لما تكون نتيجة المباراة الأولى فوز إن شاء الله جول واحد بس هناك في السنغال ممكن يفرق بشكل كبير جدا طبعا دي كلها أحلام وأمنيات ولكن نتمنى إنها تتحقق على أرض الواقع لأن في النهاية الكرة تكون 11 أساط 11 ودكة أساط دكة ومدير فني أمام مدير فني ولكن بالتأكيد كل التوفيق لمنتخب مصر خاصة وإن التاريخ بيرجح كافة منتخب مصر وبرضو بكرر مش هنلعب بالتاريخ ولكن الأمور دي بتبقى معنويا بتبقى بشكل مفيد جدا لما نلاقي منتخب مصر واجه السنغال 13 مواجهة فارس 13 مواجهة معنا على الشاشة منتخب مصر واجه السنغال 13 مواجهة في كأس الأمم لعب الإجمالي 13 مواجهة في فوز 7 2 تعادل 4 خسارة بالضبط سجل 12 واستقبل 8 في الألعاب الأفريقية 4 4 عندنا فوز 2 واخسارة 2 تصفيات كاس العالم ودي مهمة جدا عندنا فوز 1 وتعادل 1 وتصفيات كاس الأمم 4 أربعة عندنا منهم 2 فوز بالضبط والمباراة الوديها أربعة المباراة الوديها كانوا 2 والفوز لمصر الاتنين يعني إجمالي أن المنتخب المصري أمام منتخب السنغال محقق 7 مباراة فوز أمام 4 مباراة فقط لغير ده بمباراتين وديتين لكن لو استبعدنا حتى المباراتين الوديتين هنلاقي نفسنا أيضا محققين فوز 6 مباراة مقابل 4 مواجهات أو 5 مباراة أمام 4 مواجهات فبالتأكيد التوفيق والتاريخ بيميل شوية الكافة منتخب مصر وعندنا أصلا لقاءات مصرية سنغالية كده في الزاكرة دايما ونتمنى أننا نكون الأفضل لأن لو استرجعنا 86 والبطولة اللي كانت مقامة لأرضنا في قوم أفراقيا كان الافتتاح أمام السنغال والمفاجأة السنغال بيحقق الفوز لكن المفاجأة أن السنغال ما تسعدش من المجموعة ويسعد منتخب مصر رفقة كوتيب وار وثم يستكمل منتخب مصر مرورا بالمغرب ليصل إلى المباراة النهاية لمواجهة الكاميرون ونفوز برقلات الترجيح فكان فقل حسن جدا حتى مع الخسارة أمام السنغال وفي 2006 وطبعا الواقع الشهيرة ووقع التغيير أحمد حسان ميرو مع عمر زاكي والدور نصف النهائي وبرضه يكون فقل حسن وتفوز 2-1 وتسعد لمواجهة كوتيب وار وتلعب برقلات الترجيح وتفوز أيضا بأمم أفريقية بالتأكيد 2015 كانت تحمل ذكرات سلبية مع منتخب مصر لأننا اتهزمنا ذهابا إيابا هدف للاشيء لكن في 2002 بالضبط لكن في 2002 وهدف أحمد حسان ميرو الشهير أشهر أهداف أحمد حسان ميرو مع المنتخب يعتبر ده الأشهر وسط 19 هدف سجلهم ميرو فوزنا 1-0 وتعدلنا 0-0 في السنغال نتمنى التوفيق فارس لمنتخب مصر إن شاء الله أنا كنت في الأستاذ يوم مباراة السنغال ومصر هدف كابتن أحمد حسان ميرو والشك حالو على ميرو والناس وإحنا الكرة الأوفر كان مرفوع كل الأستاذ كان بيقول حنط عن جباجون وكان ميرو في الفترة دي مميز وإدري سجلها المباراة دي شاهدت وجود أو تكريم كابتن حسان حسان كلاعيبي العالم وقتها وجاء طبعا جوزيف بلطر منح وشارة عميد لعيبي العالم وقتها قبل هذه المباراة نروح بقى الأمم أفريقيا وطبعا له صوتة أيضا يعلم فوق صوت منتخب مصر في أمم أفريقيا وعندنا مواجهة أيضا لتقل قوة عن مواجهة منتخب السنغال والقدر لعب لعبته معنا أننا نروح نلعب كوتيفور يعني بعد المفاجأة يعني حصلت بهزيمة الجزائر في المباراة الجولة الغانية أمام غانية واحد سفر قلنا بس إحنا نقعد نرسم بقى السيناريو السيناريو بتاعي كنت متفاعل جدا قل ترسم السيناريو بتاعي بس كده غانية الاستوائية تفوز على سيراليون أو سيراليون يفوز على غانية الاستوائية ومنتخب الجزائر الشقيق يفوز على كوتيفور نقابل غانية الاستوائية أو سيراليون ييجي منتخب الجزائر يفاجأنا بالهزيمة أمام كوتيفور فنروح لكوتيفور سيناريو لم نكن نتوقعه بعد الجولة التانية. أنا بقول دايما أسامة متفايل مع المنتخب وعايزك تبقى حذر شوية. أنا مش عارب بس هي بالعطفة. لو إحنا كنا شايفين إن حظوظنا يمكن أنا على أقل بشوف إن حظوظنا مع السنغال أقل نسبيا لا أنا مؤمن تماما إن إحنا لنا حظوظنا مع كودفور وعن نتكلم ومؤمن إن إحنا لو صدقنا إن إحنا نقدر نتجاوز كودفور حنتجاوزها لأن أنا بشوف إنت ما ينفعش تاخد بالمشهد الأخير كودفور ما كانتش من ضمن العشر فرق اللي موجودين النهاردة في القرعة ويمكن هي كانت موجودة مع الكاميرون في المجموعة والكاميرون هي اللي تأهلت على الجانب الآخر كمان يا جماعة مباراة الجزائر مش هي المشهد العام اللي نقدر نقيم به السنغال كودفور. كودفور اتعدلت مع سيراليون وكمان مع غينيا الاستوائية كانت مباراة إيكوال جدا وكان ممكن كل النتاج واردة وكسبة واحد صفر فما حستش الجابدة. الجابدة ممكن تحسوا مع الجزائر بس هالفكرة ان الجزائر في البطولة كلها نتاجها غير منطقية فما ينفعش تاخد الاستثناء تقس عليك قاعدة. فحنتكلم وحنشوف معاكم منتخب كودفور حظوصنا قدامه ايه وفنيا وحنشرح ولكن كمان حابين نقول لكم يمكن على الاقل المواجهات بتاعة دور الستاشر حتكون ايه لو استعرضنا اول اربع مواجهات. عندنا غينيا بساو وجنبيا الكاميرون وجزر القمر مصر وكودفور والمغرب وملاوي نقدر يوسينا نستعرض الاربع مواجهات الاخرى. ده طبعا اللي هو الاتجاه اللي هيوصل منه فريق للنهائي زي ما حدرتكم شايفين على الشاشة الفايز من نروح الاتمانية الاخرين الموجود فيهم بوركينا فاسو ثمان فرق منتخبات يعني بوركينا فاسو والجابون الفايز منهم هيقابل الفايز من نيجاريا وتونس والسنغال امام الرأس الاخدر كل التوفيق للرأس الاخدر امام السنغال عشان تلاعب الفايز من مالي وغينيا الاستوائية ويكون مالي ولكن خلينا برضو عشان انت ايه قوي جدا في التوقعات وقلت لنا مرتانيا مفجأة البطولة. انت جاي على مرتانيا طب غينيا الاستوائية طب التصدر بتاع نيجيريا. يعني حاجة مش حلوة في حقنا بس. قلتلك هنطلع تاني تقوللي على الهواء تاني قلتلك تاني. مريد ما مسككك في الحتة التانية. قلتلك تاني. قللي توقعاتك من التمن مواجهات دول. طيب غينيا بساو جنبيا. انا شايف غينيا بساو لحد الان مفاجأة المنتخب بدني بشكل مرعب. ولكن مع ذلك بحس ان جنبيا ماشية بنتائج غير متوقع. لا بشوف ان جنبيا ممكن تتأهل. انا عايز اقول ان جنبيا فجأتنا بفكرة ان ازاي بيقفوا على الكرة وازاي جيزة الرجو بالكرة. فيه ثقة معهم بشكل كبير جدا. ادوا بطولة. هاي لأ بصراحة. الكاميرون وجزر القمر الكاميرون. مصر وكودفور. ان شاء الله مصر ده تمني. المغرب وملاوي اكيد المغرب. يعني انا هفع ايه ده تمني ده؟ تمني لان الحظوص انا بشوفها 55-45 لصالح مصر. لصالح كودفور. بس هنتكلم ان حظوصنا بقى موجودة داخل ملعب. ممكن تتحول لأكتر من كده بكتير يعني. المغرب وملاوي. المغرب وملاوي المغرب بوركينا والجابون بشوف بوركينا نيجيريا وتونس نيجيريا السنغال وكفور دي السنغال مالي وغنية الاستوائية بشوف ان هنا دي المفاجأة المتوقعة بالنسبة لي غنية الاستوائية. ممكن تسعيب. انا كده اختلف معك في اكثر من نتيجة. غنية بساو وغنبيا بختار غنبيا. الكاميرون وجزر القمر بالتأكيد يعني الكاميرون الكاميرون طريقه يعني الى حد بعيد. يعني للمغرب النهاية. وانا بتوقع يعني اذا منتخب مصر لما يحصل على زي البطولة فمنتخب الكاميرون هيكون بطل هذه البطولة. وان كنت اتمنى منتخب عربي يعني اللي يحصل عليها. الكاميرون وجزر الكاميرون مصر وكوتي بوار. بتوقع ان شاء الله صعود منتخب مصر. وعندي احساس ويقين كده ان احنا هنعيد سيناريو 98. لان هو ده السيناريو اللي ملناش بديل عنه. يعني نلعب كده ميديم بلوك ونلعب على المرتدات. ونحاول طول الوقت ان احنا محافظين على شباقنا نظيفة. اعرفت ان حافظ على شباقنا نظيفة. وان شاء الله نعيد سيناريو 98. ان شاء الله. ثم نصعد لمواجهة المغرب وملاوي. ولا نعيد سيناريو 98. المرة اللي فاتت كان لعبنا المغرب ضلبنا 1-0. فارحنا للكوتيفور. المرة دي ان شاء الله نصعد من الكوتيفور لمواجهة المغرب. على الجانب الاخر بوركينا فسو والجابون. انا بروح للجابون. عندهم صناعي امامي. مرعب جدا. غياب وميانج. عنده اثار ايجابية على منتخب الجابون. منتخب بوركينا فسو. منتخب خطير جدا. وقو جدا. ولكن انا قاسب بيتعامل بشكل اقل ذكاء. في منطقة جزاء. وبيرتكب اخطاء. كلفته 3 رقلات جزاء. على ما اعتقد منهم 2 في مباراة الكاميرون. باخطاء سهلة جدا. ما ينفعش يقع فيها لعيبة محترفين. فانا بميد للجابون. المباراة اللي بعدها. نيجيريا وتونس. يعني امور فنية. نتمنى تونس. ولكن الامور الفنية كلها بتروح لصالح منتخب نيجيريا. منتخب تونس قدم بطولة. يعني دون المستوى بشكل كبير جدا. اثارت حتى غضب الجانب التونسي من لعيبة المنتخب. برغم ان بعضه. لازم نلتمس بعض الاعذار لاصابات كورونا. اللي اصابت 6 لعبين. وطبعا نتمنى اشفاء لكل لعيبة منتخب تونس. ومدرد كمان منتخب تونس لاصابته كورونا. ولكن الأمور الفنية بتصب لصالح نيجيريا اللي قدمت بطولة بالنسبة لي مفاجأة بشكل كبير جدا. استنغال وكاف فردي. وانا هنا هقول المفاجأة بالنسبة لي. وسجل يا برجاوي. كاف فردي هتتخطى استنغال. لا دين زحالك. دين زحالك. هتوبها تستحق. ولو كاف فردي تخطى استنغال. لا بقولك دين زحالك. هتوبها تستحق. كاف فردي هتتخطى استنغال. ومالي هتتخطى غنية الاستوائية دي توقعاتي لمباريات دور الستاشر ويا برجاوي لو السنغال اللي تخطط انسى خالص تجيب حاجة من اللي انا قلتها دلوقتي لا احنا نتمنى بقى منتخبنا اللي فعلا يقدم بطولة كويسة احنا بنيجي بالمباريات وانا عايز اقول حاجة على فكرة اداء منتخب الجزائر ومنتخب تونس وقسامة ده حتى كلام موجود كتير جدا انه رفع الضغط شوية عننا ده دي يا جماعة ووقع انت لما شفت منتخبات وانا بشوف منتخب الجزائر كان مرشح من احد الاسباب النتائج السيئة دي فكرة انه هو كان مرشح فالنتائج ضغطته انا بشوف ان منتخب مصر عبقريته في الفترة من 2006-2010 انك تدخل 2006 طول على ارضك تاخدها طب 2008 الوضع مش مختلف تاخدها 2010 الناس كلها بتبصلك ده انت واخد بطولتين وارا بعد وما حقق ديش سبقك في تاريخ افريقيا انه حقق تلت بطولات متتالية بتعملها هنا شخصية الفريق البطل الجزائر محدش ينكر ان منتخب وصل لأقوى فرمة موجودة لي من سنوات ولكن فكرة بقى ان انت الناس كلها داخل المرات بتبصلك كمرشح الضغوط مقدرش يتحملها وكانت نتائج كنا كلنا مش سعداء بيها ولكن نتمنى ان هما يتضربوا في المرات العكاس العالم للانصاف بالتأكيد منتخب الجزائر ما ظهرش بنفس القوة ولكن لك ان تتخيل عزيز المشاهد منتخب الجزائر الاكثر صناعة للفرص في دور المجموعات صنع 30 فرصة امام مرمى الخصوم سجل هدف واحد فقط لغير فلازم نحط عامل غياب التوفيق عن منتخب الجزائر وتحديدا في المبارات غنية وسيراليون كان واضح جدا وكان مهم جدا وكان يقدر منتخب الجزائر يفوز في المراتين دولة بالسهولة فبالتالي لازم نحط ده برضو في امام المتلقي لان المنتخب يكون هو الاكثر في صناعة الفرص ويسجل هدف واحد فقط لغير فبالتأكيد كان فيه حالة عدم توفيق صاحب المنتخب اصلا منتخب الجزائر في المبارات كودفور كان اركامه في حاجات كتير جدا افضل لكن المنتج النهائي قد يكون هو ده جزء الهزة والضغوط اللي ما ترجمش هو منتخب الجزائر عنده تدرج بالكورة عنده تماسك عنده ترابط اللعبة قريبة من بعد عنده الروح ولكن في النهاية محقاش النتيجة المرجوة من ده قد يكون ده بقى الجزء اللي أنا بكلمك فيه حتة الضغوط اكتر منها الفنيات في رأيي موضوع الفنيات ما كانش هو العامل كان عندهم مشاكل فنيات في قط الظهر قوية جدا مع ان نفس الفريق في اوقات كتير جدا انا بشوف الفريق كان متماسك قد يكون كمان بطولة العرب لها تأثير يعني انا بشوف ده جا برضو جزء نفسي انت وصلت وحالة رد الفعل في الشارع الجزائري بتاع التتويج ببطولة كاسة العرب في رأيي كان مبالغ فيه اثرت نسبيا يعني عندنا ايه بقى فيما يخص لعب الاهلي في كاس الامم المباريات الخاصة بيوم يا اسامة عندنا التونس طبعا ونتمنى تكون علي معلول يعني خلاص يعني الامور بقى التمام هيلعب يوم الحد غدا بقى ان شاء الله امامنا جريا موضوع قوي جدا الساعة تسعة مساء وعندنا طبعا نجوم منتخب مصر بقى اهلي زمالك كل الاندية كلنا وخلف اللاعبين وخلف المنتخب امام كوتيفور يوم الاربعة الساعة ستة مساء وبإذن الله ان شاء الله يعني اضروا يساعدونا عندنا مباراة مالي وغينيا الاستوائية وطبعا اليو ديانج يوم الاربعة بعد مباراة مصر بقى كوتيفور ده طبعا لعبي النادي الاهلي في امم افريقيا ولكن عندنا كلام بقى عن اللي في حتة تانية الشناوي اللي في حتة تانية مش برأينا جماعة الشناوي كل ما انت بتحط له ضغوط وكل ما تطلع به لمستوى وانا بشوف دي فاصلة وعلى فكرة كانت في عصام الحضري فكرة الحارس اللي قد يكون انت شايفه الافضل في ظل مجموعة معينة بيتنافس معاها كنت تطلع بالحضري لمستوى اعلى نفتكر مباراة ايطاليا في كأس الكارات وكانت مباراة يا كوينتا وكان بينقذ الحضري عامل مباراة التاريخ فالحضري كان فيه الحتة دي كل ما تتدرك به لمستوى تنافسي اعلى يطلع معاك انا بشوف ان الشناوي هو الحارس الوحيد في مصر من بعدها اللي عنده الحتة دي ما تيجي تقول ان ده اخر الشناوي والشناوي عظيم جدا بس بين حراس الدوري تطلع في افريقيا تلاقي الشناوي فعلا بقى في حتة تانية تطلع في بتلعب مثلا المنتخب الولمبي والشناوي بيختير من ضمن ثلاثة بتلاقي الشناوي بيبهرك انا بشوف ان عصام الشالي في كاس الامة الحالية قال جملة يا جماعة صعبة االميا ان هي تقال في مصر لان الجملة لها مغزر فكرة الشناوي 50% هي ايه صعبتها صعبتها ان انت فريق في لعب زي صلاح وخلينا ندي كل القيمة لصلاح وصلاح اسم الراجل بينافذ على جائزة زابست من ضمن ثلاثة الراجل كان داخل في جائزة الفرانس فوتبول السابع فانت بتتكلم صلاح قيمة لا يمكن اغفالها ولكن لما حد يتجرد ويقول ان الشناوي 50% من قيمة منتخب مصر وتيجي بعد كده تشوفه بيختير كافضل حارس في دور المجموعات في وجود ادور مندي اللي هو كان افضل حارس على مستوى العالم منذ ايام ده حاجة صعبة كمان وجود ياسين بونو حارس منتخب المغرب ومن الحراس اللي بحبه جدا وستايل وعنده التكنيكس بتاعته في التصدي للقراط فبشوف لا ان الشناوي فعلا جماعة تجاوز بقى فكرة في حتة تانية انا بشوف ان انا لو معايا ضيوف واطرح عليهم سؤال الشناوي مقارنة بالحراس المصرين في حتة تانية فده سؤال غرضه اعلاميا فقط فكرة التشكك وليس التحقك لان التحقك معروف للجميع ان الشناوي فعلا في حتة تانية يعني من الاخر ما ينفعش الناس اقل الشناوي هو في حتة تانية ولا لان الامور اصبحت بدهية لكن نتمنى له التوفيق في المورات القادمة عشان بس بعض الناس بتقول هل الحارس ما بيخطأش لا الحارس دائما وابدا معرض للاخطاء ولكن نتمنى ان شاء الله يلازموا التوفيق في مورات كوتيب وارو يكون مع كل نجوم المنتخب هو يعني القادرين على تخطي كوتيب وارو لكن بس عشان نكون برضو منصفين يعني ياسين بونو ملعبش المباراة التالتة امام منتخب الجابون وادوار دمين دي ملعبش المباراة الاولى لان كان عنده فيروس كورونا وبالتأكيد الشناوي هو للعب التلات مباراة اللي في المجموعات فده اداله افضلية مع اداءه مع الارقام اللي هنعرضها مع حضراتكم دلوقتي ليه الشناوي الافضل في دور المجموعات لان تم تزديد عشر تزديدات على مرمى محمد الشناوي تصدى لتسع كورات وفقط لغير استقبل وحدة اللي هي هدف منتخب نيجيريا حصل معاها تلات انفراضات تعامل معاها تلات انفراضات بنسبة نجاح 100% تصدى للتلات انفراضات ده بالنسبة لدور المجموعات ولكن الشناوي على خطى الكبار ولما نقول على خطى الكبار نتمنى ان شاء الله للتوفيق في الموراق القادمة ويكمل مع منتخب مصر لانه الشناوي حتى يزيل لحظة تاريخه كحارس اساسي مع منتخب مصر في أمام أفريقيا سبع مباريات شباك نظيفة في خمس مبارات استقبل هدفين فقط لغير هدف امام منتخب نيجيريا في الموراق اللي انتهت 1-0 وكان اداء المنتخب بشكل يعني ما كانش هو الافضل وكان يمكن اقل موراق المنتخب امام نيجيريا وهدف في 2019 امام منتخب جنوب أفريقيا في دور الستاشر والبطولة اللي طلعنا منها ان محمد الشناوي في الأربع مرات لعيب منتخب مصر كان هو أفضل لعب بشهادة الجميع كل التوفيق للعيب منتخب مصر وحاجة بتصعدنا وتصعد أي حد متابع لكرة القادرة المصرية لما يكون عندك حارس في بطولات مجمعة بيتفوق على حراس مرمى كبار ولهم تاريخ منهم أفضل حارس في العالم ادوارد مندي يمكن الناس تكلمت بشكل أو بآخر لما كان في البطولة العربية وقالوا أصلي لسه في حراس ياسين بونو وإدوارد منديو عندنا رئيس مولحي من منتخب الجزائر أعتقد رئيس مولحي لعب التلات مولحي منتخب الجزائر وأعتقد كون محرارككم شايفين أن المستوى فيه فوارق حتى مع كابتن محمد الشناوي كل التوفيق محمد شاوي ويقدر يصل بمنتخب مصر إن شاء الله المرة النهية ونقدر نحق البطولة ولازم نحلم بدا إن شاء الله وبإذن الله بإذن الله يكون أفضل حارس مرمى في القرى في هذه البطولة بالتأكيد هتكون دوافع كبيرة جدا لكن عندنا تشكيل بقى تشكيل بقى الجولة الجولة من اللاعبين شما اللاعبين فقط من مصر محمد الشناوي وأحمد حجازي نستعرض محمد الشناوي في حراسة المرمى أشرف حكيمي طبعا اللاعب المماز جدا من المغرب تروس كوينج من نيجيريا سنتر باك أحمد حجازي أيضا من مصر كونان من كود فوار ولعيب مهم جدا في مواجهتنا نبي كايتا من غينيا بيسومة من مالي ومدور بارو من جنبيا سوفيان بوفال من المغرب فينسنت أبو بكر أحد أهم مفاجآت البطولة هدف البطولة واللعب اللي تهيخ هدفه في البطولة ما كانش بالعدد ده قدر خلال البطولة نفسها يتصدر هدفه على فكرة لعب عنده شخصية تحس أنه هو بعيدا عن الستايل لا مش الستايل يعني الأحداث اللي حصلة كده معاه بتفكرك بمين أنت عايز تقول كابتن حسن حسن تماما لا 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 لعب برضو جاه فجأة كده ظهر تقلق في البطولة ميه؟ أجوجه رحمة الله علي أجوجه أجوجه مع غانا بس أنا عايز أقول حاجة جاه بطولة برضو كده كمميز دايما منتخب الكاميرون رغم أنه عنده مجموعة من اللعبين بتحس دايما فيه لعب بيكون مميز أوه في البطولة بيشد مجموعة من اللعبين معه الأمانة سامويل إيتو كان بيعملها كتير جدا رغم المنتخب كان بيبقى فيه لعبين كبير كدر جدا ولكن تحسن فينسنت أبو بكر دخل الكاميرون في البطولة بدري من بداية حتى رقلات الجزاء وطريق تسديده وشخصيته شد منتخب الكاميرون معاه وها من أهم عوامل وصولهم لدور الستاشر سايمون موزز من نيجيريا أيضا موجود وده التشكيل بتاع جولات دور المجموعات نتمنى التوفيق لمنتخب مصر في دور الستاشر ونشوف لعبين أو مزيد من اللعبين اللي موجودين انت بتشوف لو فيه لعب مصري كنت تشوفه ممكن يدخل مع الاثنين التانيين أحمد حجز ومحمد الشناوي كم مين لأ نزالت إنك بتفكر ده حقيب لا بتفكر هو حقيب بس ما لعبش أول مباراة لو كان لعب أول مباراة كنت شوف إن السلية يكون متواجد بشكل كبير لأن السلية بالنسبة لي أصبح في خلال السنة الأخيرة تحديدا يعني يمكن السنة الأخيرة زيادة طبعا كان كابتن من كبات النادل أهلي ولعب ناضج جدا ولكن النضج اللي تعرض لي أو اللي استحوذ به السلية السنة اللي فاتت تقريبا سنتين ثلاثة قدام أعتقد حتى أنا بقيت بابقى ممسوط جدا وهو قاعد في المؤتمر الصحفي كلام موزون جدا نضج أوي كلام فيه نضج كبير جدا السلية آخر سنة بقى شخصية أعتقد في مكانة تانية مختلفة تماما ولكن لأنه ملعبش المباراة الأولى فده بالتأكيد ده من وجهة نظري اللي خرجوا بره التشكيل لكن وجوده في المباراة الأولى كان ممكن يدخله جوا التشكيل لكن تعالى احنا هنا بنتكلم بالأمنيات والأمنيات بما عندنا مصريين أكيد هنتمنى منتخب مصري يكسب لكن على أرض الواقع يمكن قلنا كوتيب وار قبل البطولة ما كانتش مصنفة بالشكل ده وما كانتش مرشحة بالشكل ده لكن اللي قدمته في البطولة بغض النظر عن المجموعة الفرق اللي كانت في المجموعة احنا أيضا عندنا في المجموعة كانت فرق في المتناول مع كامل احترامنا طبعا لكل المنتخبات وكل الفرق ولكن عملنا مقارنة ما بين كوتيب وار ومتخب مصر في الثلاث مرات لعبناه في المجموعة بالتأكيد أرقام كتير رايحة للمتخب كوتيب وار لكن فيه رقم سلبي احنا ممكن ايه نتشعبك فيه كده نتعلق فيه ممكن نلعب على ده فخلونا استعرض القصة ازاي عدد التمريرات اللي عملها كل منتخب في الثلاث مباريات وكانت موجودة فين التمريرات دي او امتلاك الكرة بالنسبة لك كان فيه تلت الأخير او تلت الأول للملعبك ولا تلت التاني ولا فيه القسم لان ده هيدينا مؤشر مهم جدا ده دور المجموعات منتخب مصر على يمين عدد التمريرات كان أعلى 1490 تمريرة في 326 تمريرة لمتخب كوتيفوار حاجة تفرحنا كده فيه تفوق في التمريرات دكت التمريرات كانت لصالح منتخب كوتيفوار 84 مقابل 81 ولكن هي دي النقطة بقى انت كنت تمريراتك دي كانت فين وفي اي تلت من الملعب وامتلاكت الكرة في وسط ملعب المنافس كام مرة انت دخلت نصف ملعب المنافس 211 مرة اكتر بكتير من 167 مرة اللي دخل فيهم منتخب كوتيفوار لوسط ملعب المنافسين اللي هم التلت منافسين ولكن ولكن دي هنقف عندها شوية ليه لان انت امتلكت الكرة في التلت الأخير للمنافس 124 مرة بنسبة 59 مرة من وجودك داخل وسط ملعب المنافس الجانب الاخر برغم انهم وصلوا 167 مرة فقط لغير منتخب كوتيفوار لكن في 76% من المرات دي كانوا بيصلوا للتلت الأخير للمنافس وبالتالي هنا بيقول لك قد الفريدة قادر انه يصل للتلت الأخير على عكس منتخب مصر اللي فيه بعض المعاناة في الوصول للتلت الأخير تعالى بقى للأهم استلام الكرة او امتلاك الكرة لمنتخب مصر او منتخب كوتيفوار في التلت مرات داخل منطقة جزاء المنافس كان منتخب مصر 48 مرة يعني بنسبة 23% ومنتخب كوتيفوار 59% يعني نسبة 28% يعني ايه الكلام ده؟ يعني منتخب مصر قادر على انه عمل تمريرات كتير اكتر من منتخب كوتيفوار ولكن وحتى كمان كان امتلاك الكرة في وسط ملعب المنافسين في التلت مباريات كان دخلنا 211 مرة ولكن عندنا ازمة في لعب وسط الملعب اللي يقدر ينقلك من التلت التاني للملعب للتلت الاخطر او التلت الاخير وفي منطقة جزاء المنافس وده اللي بيقوله الارقام وبيقوله النسب لما تدخل 211 مرة وسط ملعب الفريق المنافس يكون نسبتك انك تصل لمنطقة الجزاء 23 مرة فهنا فيه ازمة على مستوى المنتخب هجوميا وعلى قدرات اللاعب او البلاي ميكر او الممرر اللي يقدر يمرر لك في اماكن جيدة في التلت الاخير للمنافس على عكس منتخب كوتيفور اللي عدد تمراته كان اقل وصوله لوسط ملعب المنافس كان اقل لكن الفعالية على مرمى المنافس ووجوده داخل منطقة جزاء المنافس كان اعلى بنسبة 28% ده ياخدنا لايه ياخدنا لفكرة الفرص اللي اتصنعت والاهداف ودي ممكن نستعرضها مع حضراتكم ايضا بين منتخب مصر ومنتخب كوتيفور هنجد ان منتخب مصر صنع 16 فرصة فقط لغير وجوده داخل منطقة الجزاء المنافس قال منتخب كوتيفور وجوده اكتر صنع 26 فرصة التزديدات ايضا تزديدات لمنتخب كوتيفور هندور على حاجة الوقت ايجابية انا عارف انت انا هجيب حاجة ايجابية 45% تزديدات منتخب كوتيفور مقابل 29 لمنتخب مصر حتى دقة التزديدات او التزديدات اون تارجت كنا 8 فقط لغير بنسبة 28% ودي ايضا مشكلة في انهاء الهجمات واللمسة الاخيرة واللعب على المرمى على عكس منتخب كوتيفور سدت 19 تزديد اون تارجت 42% من نسبة التزديد كانت تزديدات سليمة من 28-42% لا نسبة كبيرة جدا فعلا تسجيل الاهداف انت فقط 2 كوتيفور سجلت 6 من اهداف متوقعة دي 6 يعني هو متوقع لهجماتهم دي يسجلوا 6 اهداف سجلوهم احنا 2.9 من 10 سجلنا 2 نيجي بقى الاجابية اللي انا عايز اروح فيها للامل ازاي نخطف منتخب كوتيفور الاهداف المتوقعة للمنافس الاهداف المتوقعة للمنافس 2.6 من 10 اهداف متوقعة لصالح منافسين منتخب مصر 4.5 في 3 مباريات يعني بمعدل اهداف متوقعة المنافس يسجلها في مباراة كوتيفور هدف ونص دامش بيدينا بعض التفاؤل يا أستاذ فارس بيدينا تفاؤل وفي النقطة دي كمان في مباراة الجزائر حد بيه تمام استقبلوا اهداف هما كان بقى من ال4 ونص استقبلوا 3 اهداف احنا استقبلنا من ال2 و6 من 10 هدف واحد فقط لابد بيدينا انتباع ايه ان عندنا حرس مرمى الحمد لله افضل في المجموعات عندنا خط ظهر موجود حجازي في تشكيل منتخب دور المجموعات عندنا كمان الالتحامات الهوائية احنا مصنفين ضمن افضل خمس منتخبات في دور المجموعات في فوز بالالتحامات المشترقة وده شيء ايجابي جدا على الجانب الدفاعي على الجانب الهجومي هو اللي قلنا فيه مشكلة وده بيقبل مشكلة ايضا في دفاعات كوتيفور ان المنافسين قدروا يوصلوا لاهداف متوقعة على مرمى كوتيفور 4 ونص قدروا يسجلوا 3 اهداف ده بياخدنا لايه ان لوحدنا لعبنا زي ما اقولت وقدرنا نلعب على السرعات والمرتدات وعندنا ممرر جيد زي عمر السلية مهم جدا مع انطلاقات صلاح مع انطلاقات عمر مرموش او رمضان صبح لانه وجهة نظر عمر مرموش مقدمشي مستوى جيد في 3 مرات مع المفاجأة اللي انا عايز اقولك عليها انا بشوف ان مش مصطفى محمد المناسب من وجهة نظري للمباراة دي بقدر يكون محمد شريف طيب ابدأ معكم الآخر انا مش شايف ان محمد شريف هو بس مش المناسب للمباراة دي انا شايفه مناسب من بداية البطولة ليه بقى انا بقسني على الفكرة جدا انا بشوف ان محمد او مصطفى محمد بيعمل اغلب الوقت بلوكينج في تحركاته لمحمد صلاح وبشوف ان بالعكس كتير جدا ان مهاجم لا مركزي بيتحرك دايما وبيخرج للاطراف واقرب شوية الفكرة فيرميني وفليفربول كان حيتيح لمحمد صلاح فرص اكبر بكتير جدا في المباراة الاولى كمان بان فكرة ان انت شايف طول الوقت محمد صلاح معمول بلوكينج ومخنوق فبدأت تدخله هو في العمق وتطلع مصطفى محمد على الاطراف وكان حل غريب جدا لان انا شفت ان كروش هنا مش مدرك المشكلة فيه فعلا متفق مع اسامة ان محمد شريف كان هيكون حل مثالي مش بس والله لصلاح لكل التيم اللي بتحرك من تحت دا واللي بيجي من تحت واللي مصطفى محمد طول الوقت تمركزاته في انتظار كتارجت بلاير منتظر الكرة تيجي فيخطف واحدة انا بشوف ان البطولة دي مش بتاعت كده قوي وبشوف ان المهاجم المتمركز طول الوقت من السبات مش من الحركة مش هيخدمنا وبؤكد فكرة ان قد تكون مفاجأة كبيرة ولكن في رأي غير واردة للحدوث لان انا مش حاس دي جمه كروش هو مش مصنف محمد شريف في المهاجم ومش عايزين نضغط فعلا في الكصة دي ولكن انا متفق مع الفكرة جدا مختلف مع النكروش حينفزها ولكن نروح بقى لان ايضا اللي هنتكلم فيه ده هو بيأكد نفس الكلام اللي اسامة تكلم فيه ان مش كودفوار قد تكون داخل المباراة هي الاكثر شراسة والاكثر استحواز على الكرة ولكن هي الاكثر فعالية مباراة الجزائر لو شفنا بنتكلم في ان تمريرات كودفوار اقل من الجزائر 200 واحد وتمرين تمريرة ومقابل 373 للجزائر الجزائر ايضا امتلكت بالتالي الاستحواز 55 في الهيما رحنا حتى للمحاولات بقى هنا بنشوف ان كودفوار عملت محاولات اقل 11 ولكن هي انتارجت اكتر بكتير ان هي عملت 7 انتارجت وده رقم كبير جدا 7 من 11 انا بأكد ده رقم كبير جدا على الجنب الاخر الجزائر 14 منهم اربعة فقط انتارجت وده ايضا اثر كمان القدرات البدنية منتخب كودفوار منتخب من القدرات البدنية المفاجأة زي انا بشوف غانيا الاستوائية هو منتخب جاف البطولة بدنية منتخب قوته البدنية وشراسته البدنية خلته حاضر في كل المباريات منتخب كودفوار من المنتخبات اللي ابهرتني على مستقل القدرات البدنية انت بتلاقي 62 كرة مقابل 49 في الالتحامات والفوز بالكرة طيب هنيجي بقى نربط ده هجوميا ايه اللي عمل الفعالية ان منتخب كودفوار عنده حلول كتير جدا ولكن كمان عنده تركيبات اسامة وقف معاك وعند فكرة ان انت تقدر توصل لمنتخب كودفوار بسهولة ولكن احنا عندنا حاجة محتاجينها وهو محمد صلاح احنا محتاجين محمد صلاح حاضر بشخصيته وبتأثيره الفني في مباراة كودفوار ليه؟ لعب زي بي بي لعب ارسنال اللي موجود في كودفوار هو من اهم اللاعبين الموجودين في المنتخب قبل بس ما نروح لمقارنته بصلاح انا عايز اقول حاجة هو شارك في البطولة في تلات اهداف سامل كودفوار بس كمان هو عنده جابها وده اللي بيفتقده منتخب مصر في حاليا بيقاص من اهم اسباب قوة المنتخبات فكرة التوب لينكت في التمريرات مين اكتر لعب بيمر للمين؟ مين اللعيبة اللي بتشترك هتلاقي قريق اللي هو الظاهير الايمن اللي بيلعب في فيا ريال هو الاكثر تبادلا للتمريرات في مباراة الجزائر مع مين؟ مع الجناح الايمن بي بيه فهتلاقي تبادلة 14 تمريرة اكتر من اي لعبين داخل منتخب كودفوار فهتلاقي طول الوقت عندك جابها طول الوقت عندك ضغط طول الوقت فيه الباترن اللي فيه التدرج بالكورة انت مش بتلعب عشوائية او محمد صلاح تجيله واحدة كده فيحاول يروح بيها ده اللي بيفتقد محمد صلاح انت مفيش اه عمر كمال بيروح بس ما بتحسش فيه ما بتحسش فيه التناغم ما بينهم تعال بقى نشوف الفعالية فكرة ان انت عايز اللعب اللي عنده القدرة انه يعملك تبقى upper hand او leading على الفريق اللي اصادك لو هنقارن محمد صلاح وهو اهم اللاعبين والجناح الايمان اللي انتخب مصر باللاعب الجناح الايمان لكودفوار وهو بي بي ونروح ونشوف الارقام مقارنة ببعض هنلاقي محمد صلاح في تسجيل الاهداف سجل هدف مقارنة بهدفين لبي بي هنلاقي صناعة الاهداف صلاح ما صنعش مقارنة بهدف صنع بي بي يعني ده المشارك في 3 اهداف تعالوا بقى نروح لارقام مهمة جدا وهي تبصيلية زي المحاولات هنلاقي 8 مقابل 12 طبعا فيه فرق جبيل هنلاقي كمان في on target ال on target بنسبة مقارنة بعدها لجماعات متقارب الاهداف المتوقعة هنلاقي بي بي تجاوز فكرة الهدف ومحمد صلاح اقل المروغات بقى هنا رقم مهم جدا محمد صلاح عنده حاجتين هما الحد الان في البطولة الاكثر سلبية بالنسبة لي لان دول اللي لو تحسنوا رقميا وانت اشتغل معايا كده شوف المباراة الجاية كل ما دول يتحسنوا رقميا طرديا هتلاقي منتخب مصر بيتحسن وهي فكرة المروغات لان محمد صلاح 11 مروغة عنده 3 بس صح وده رقم بالنسبة لي كان مفجع ده رقم قليل جدا 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 مقارنة بصلاح اللي دايما بيخليك تصنع الفرق مع المنتخبات المنافسة عندنا ببيع 20 مروغة منهم 11 صحيح وده رقم كبير جدا ده معناه ايه معناه ان انت ضيعت الايجابية اللي احنا كنا بشغل لها من شوية ما هو ده اللي انا بقولك عليه على فكرة انا مقتنع تماما بالسيناريو اللي انت قلت وبنت عليه بس مرتبط بياه اسامة ان الارقام دي تتغير وانا اقولك هنا في حاجة ايجابية طلع لك من الارقام دي ايجابية فانت تعالى عندك محتاج ان في المواقف اللي يكون فيها وزون ديفندنج لمنتخب كودفور بقدراته البانانية يبدأ صلاح يكسر ده طب التمريرات هنا محمد صلاح عنده رقم مشكلة كبير جدا وده اللي احنا شفنا في منتخب في المباراة الاخيرة وشفنا كمان امام منتخب نيجيريا ان كتير جدا كنا بنخسر الكرة لان تمريرات محمد صلاح عندها مشكلة في الدقة مش ده الافرج اللي ينفع محمد صلاح يظهر بيه 56% دقة التمريرات يبقى 41 تمريرة بس صح من 73 على الجانب الاخر لعب زي بيبيه رغم انه عنده رزق اكبر حتى في القرارات كان لأ كان 77 دقة التمريرات فانا اتمنى ان محمد صلاح قادر قادر طبعا لعب من افضل وعلى فكرة لو هنكرن بيبيه كموهبة وكقدرات وكأرقام وكتأثير وكشخصية محمد صلاح بيتفوق بس داخل البطولة محمد صلاح اي حد عارف قدرات محمد صلاح عارف انه هو لسه ما وصلش للتوب فورم بتاعته ولا التوب فورم ولا حتى الافرج بتاعه اللي هو المتوسط اللي عليه فحظوظنا بتتساوى مع فكرة انه هو يحصل له تدرج داخل المباراة في الارقام دي خلينا نقول رقم ايجابي من المكرنة الصعبة ده انت احبطين انا شوف لا 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 رقم الايجابي ان محمد صلاح 78% بس الاداف المتوقعة فسجل هدف وده معناه ان صلاح هو ده الدور اللي بنقول عليه فكرة اللعب امام كوتيفور الفرص القليلة لمحمد صلاح بيقدر يسجل منه اداف وده يعني مش من افضل لعبين في منتخب مصر ده افضل لعب في منتخب مصر ومن افضل لعبين في العالم اللي هو استغلال للفرص بشكل كبير جدا وده اللي احنا لازم نقتنع به ونلعب به لان منتخب كوتيفور مش بس بها فارس عنده هيلر ولسه ما ظهرش بشكله هداف الدور الروبي مع اكس وعندناك سيه طبعا خمسين مليون يورو يا جماعة رجل يعني شايل نص ملعب ميلان هو اللعب الجزائري في وسط ملعب ميلان فبالتالي عندي فريق جزء الامامي متقلق جدا انا هنا بقى لازم من وجهة نظري فكرة اللعب بفكرة ازاي اطلع من المباراة دي بان انا العب على التحولات ما قداميش غير كده فكرة اننا اهاجم واستحوز في وسط ملعب كوتيفور هيعرضنا لمخاطر كبيرة جدا وعشان كده من وجهة نظري التشكيل المناسب اللي من وجهة نظري يلعب بيه منتخب مصر احنا عايزين حتة كوبر كده عايزين حتة كوبر لو حتى احمد فتوح جاهز لازم يكون من وجهة نظري الباكليفت ايمن اشرف موجود الوينش موجود حجازي موجود محمد عبد المنعم هتقول لي احنا جربنا محمد عبد المنعم في مباراة انا مش عايز منه اي قدرات هجومية انا عايز منه قدرات دفاعية فقط لغير عايز كمان في وسط الملعب الشخص الممرر مع كامل تقديرنا لعبد الله السعيد ما يكونش عبد الله السعيد لان انا محتاج تحولات سريعة فمحتاج ممررات فلازم يكون عندي زيزو موجود عندي عمر السلية موجود انني في وسط الملعب لو عايز تلعب على التأمين وتحط النيني وحمد فتحي والسلية يتبنى فكرة التمرير للسلاسي الامامي سواء عمر مرموش او محمد صلاح او محمد شريف هيكون بالنسبة لي اتمنى ده يحصل واتمنى السيناريو يخدمنا في ده اننا نحافظ على نظافة شباكنا وننسجل في كوتيفور الاول انا معاك وكمان بأكد على فكرة ايمان اشرف فعلا في حتة تيكتور كوبر وهو فكرة انه مش محتاج يعد كتير نص الملعب لان انت عندك ارييه والجابة بتاعت بيبي هيكونوا ضغطين عليك كتير جدا فلازم تكون في التزيق بتنتصر لكوبر ما كانش عاكبنا كوبر لا احنا 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 متفقين في فكرة حتى العيوب والاجابيات ولكن انا بس مش مش بابدي تشاؤم لا بالعكس بس بشوف احنا قدرين ومباراة نقدر نعدي فيها ولكن محتاجة زي ما احنا بنتكلم فكرة ان كل التفاصيل الصغيرة تشتغل عليها ما فيش مجال انك تدخل المباراة دي وانت مش مشتغل على التفاصيل نروح للتفاؤل اتعرض لنا التفاؤل ومباراة ومواجهات منتخب مصر امام كوتيفوار تحب فكرة الكعب العالي جدا جدا لازم نلعب عن النقطة دي عندنا منتخب مصر امام منتخب كوتيفوار وعشان نقول ان احنا متفقلين احنا ما جبناش جميع المواجهات احنا جبناها في كأس الامم الافريقية فقط لغير بما ان المباراة في كأس الامم اه لازم انقل فلعبنا عشر مباريات فوزنا في سبع مواجهات اتعدلنا في اتنين رحنا للرقلات ترجيح فوزنا في الاتنين يعني اجمال اتلعنا من عشر مباراة تسع مباراة احنا اللي فايزين ومباراة واحدة فقط لغير اللي اتهزمنا فيها هي كانت في 1990 في الجزائر لما الكابتن هول جهري راح مطلع عليه قرر ان هو يروح بالفريق التاني وبالتالي لما نتكلم عن الكعب العالي وحززنا حززنا متواجدة ومتواجدة بقوة والكابتن محمود الخطيب كان وقع كابتن محمود جهري كان وقع جدا في 1998 لما شاف الاجساد وهو كان بيقول يعني ان الامر امام هذه الافيال هو ان النص لرقلات الترجيح فيه ملاحظة برضو فيها نوع من انواع التفاؤل اخر بطولة بطولة خدناها خدناها 2010 يعني من 12 سنة صحيح ان صعدنا في 2017 لكن لسه بيرن في وداني تعليق الكابتن احمد شبير حازم محمد يحيا الحرية امام يصعد بانتخب مصر للدور قبل نهاية من 12 سنة احنا عايزين نصل للنهاية ان شاء الله وانحق البطولة اللي غابت عننا 12 سنة نشوفكم ان شاء الله واحداث النادل الاهلي وكلام مهم جدا ولكن بعد الفصل وعايزين بقى في بداية فقرتنا التانية نروح لسؤال الجمهور اللي بيشارك معنا ونطرح السؤال على الشاشة توقعاتكم لمباراة مصر وكوتيفوار بدور الستاشر بكأس الامم شاركونا في الهاشتاج وعنستعرض معاكم كتير جدا من الارض الصوتك مش عجبني شاركونا بتفاعل يا جماعة توقعاتكم لفوز منتخب مصر ان شاء الله امام كوتيفوار احنا كنا المفترض ننزل السؤال كده لكن عايزين توقعاتكم لنتيجة مباراة مصر امام كوتيفوار بمنتهى التفاعل بمنتهى التفاعل التفاعل الحذر التفاعل الكبير جدا في ارقام اسام اه عايزين بقى مروح يا الارقام ما جابتش هي تفاعل بصراحة عايزين بقى مروح للنادي الالي واهم اخباره عشان برضو تبقى عارفين معانا المستجدات عندنا كتير جدا من الاصابات صلاح محسن بيجري جراحة ناجحة في مشط القدم وانا تمنى ان شاء الله باذن الله باذن الله يرجع بعد من سبعة لتمن اسابيع وكمان عندنا حسام حسن بيغيب اسبوعين على التدريبات الجماعية بعد الاشياء اللي عملها كوكا راحة سلبية لمدة شهر ونص وغياب محمد محمود بسبب الاجهاد لفترة تصل لعشر ايام اعتقد ده نتج عنه ان كان فيه تدريبات خفيفة بالقرى لتفادي الاجهاد وراحة سلبية للعبين لمدة 24 ساعة انت لما بتشوف الستوائشن بتاعك وتشوف انك رايح لكتير جدا من اصابات كمان من الزكاء ان انت تبدأ تقلل شوية وتبدأ تاخد نفسك كده بالبلد يعني عشان خاطر تتجنب مزيد من خسارة بعض اللاعبين دي طبعا كانت تدريبات النهاردة بعد المباراة الامس المباراة اللي جاي بتؤكد لشباب النادي الاهلي انهم رجال شباب النادي الاهلي على قدر المسئولية بيأكدوا اللي احنا دايما بنقوله بنردده مقتنعين بيه والايام بتثبته ان النادي الاهلي بمن حضر الروح الفنانة الحمرة موجودة اصرار كبير من اللاعبين يمكن شريحة كبيرة جدا من جماهير النادي الاهلي كانت ممكن ما تعرفش اسماء هؤلاء اللاعبين النهاردة بعد ثلاث مواجهات انت دلوقتي تقدر تقول انك حافظ بشكل كبير جدا مش بس اسماءهم وصورهم لا كمان مراكزهم في الملعب موالدهم انجازاتهم اللي مع قطاع الناشئين وكمان يعني الامال المنعقدة على هؤلاء اللاعبين اسماء مهمة جدا انا حابة اشكرهم يعني واحد واحد بالاسم لان ده شيء ايجابي جدا في كأس الربطة بنشوف فرق اخرى بتلعب بالقوام شبه الكامل ولا تحقق مثل هذه النتائج طبعا عندنا مصطفى شبير مغربي شرقية احمد عبدالرب النبي عندنا محمد أشرف وتذكره محمد أشرف بشكل كبير جدا عبدالرحمن مانو كنت احطه في نص الملعب بس خلاص طالما انت قلت انت بدل بترفيب المراكز اه احطه في السلاسة الخلفي عندنا طبعا زياد طارق عندنا محمد ياسر اللي نزل عندنا يعني محمد فخري انا مش عايزة اتبرو اوه من القطاع الناشئين لان محمد فخري 23 سنة ده اكبر من عمار حمدي ولكن عمار حمدي طبعا يعني هنقف عنده كتير عمار حمدي بغض النظر عن ضياء او اهدار ركلة الجزاء ولكن عندنا كمان حسام رقفة عندنا لعبين مهمين جد احمد أشرف اللي طبعا نزل بشكل كبير جدا بيحاول يغير من شكل الفريق في وسط الملعب ففي لعيبة مهمة جدا واحمد سيد غريب قدنا بنقول اسماء على الهواء واعتقد يستحقوا ذكر اسماءهم وبالتأكيد روح كانت حضرة بشكل كبير جدا في مباراة المولين يا فارس انت تكون خارج الشرط الاول مهزوم واحد سفر وترجع يعني وضع المقولون في منطقة التمنتاشر وبيجي لك ركلة جزاء وبالضعيها وبيجي لك هدف وقدر ان تيجي في ايد محمد ياسر فكان طبعا حالة عدم توفيق فانك تحقفوز مستحق حتى وانت بتستذكر كلمة الروح جات بعد محمد سيد غريب احمد سيد غريب وده فكرة اللعيبة يا قسامة والمشاعر والتفاعل بتاعهم وروحهم هو بيعكس اللي انت بتقوله ده في مباراة المقولين كمان انت بتشوف انت بتقدر ترجع في المباراة الإسماعيلي ركل الجزاء عندك إسراء انك تسجل في الدقاء باللس 90 المباراة اللي بعدها حتى لو الهدف تلغى زي ما انت بتقول بس فكرة الإصرار فكرة الروح فكرة الرغبة فكرة ان انت تحس ان لا اللعيبة اه نشئين اه فرصة كتير جدا من الأسماء الجديدة بتاخدها حتى مصطفى شبير انا بصراحة لا معجب بي على فكرة الفوتورك وعايز استنى اكتر عايز استنى اكتر قبل محكم عليه حكم مطلق فكرة الفوتورك بالنسبة الحراس المرمى في مصر وفكرة استخدام القدمين لا حلو جدا هو بيشتغل بفكرة طريقة حراس اليد وده جميل كمان مغربي انا من اللعيبة اللعجباني جدا في البطولة وشايف ان ونصير عشان ما ذكرتش نصير طبعا كمان مغربي بشوف ان لا يقدر يدخل خصوصا في طريق 3-4-3 لو هو كايكون لعيب موجود من الاتنين السنتر بيكس اللي محمدي فاتحي لا يقدر يدخل والجاب اللي ما بينه وما بين اللي بيلعب مش بعيدة قوي ودي حاجة مهمة انا كمان عايز اقول حاجة انا بحب اللحظات اللي انت بتفرض فيها فلسفتك وشخصيتك على الاخر يعني احنا دخلنا البطولة فكرة غندي كده لما قال في البداية تجاهلونك ثم يحاربونك ثم تنتصر انا بشوف ده اللي حصل للنادي الاهلي انت دخلت فردت علي الجميع فكرة فلسفتك في البطولة في البداية كان فيه انكار لها وان دي بطولة والنادي الاهلي وما ينفعش ولازم تشارك بمجموعة لعبين معينة ولازم تلعب على فكرة الفوز مع الوقت انا بشوف النهاردة في كل استوديوهات وانا جاي او بعد مباراة الزمالك الكلام بفكرة ان الاهلي عمل كذا حتى كابتن فاروق جعفر انت عارب بقى كابتن فاروق جعفر فاهم الحركات دي يعني قال لي كارتيرون انت جاي تبدأ من الدقيقة حاجة وسبعين بعد ما المباراة بنيت رايحة فين تروح من الزل اتنين او تلاتة ناشئين هو مش ده الدفع بالناشئين لو انت فلسفتك الناشئين بجد كنت دخلت البطولة انما انت نتج عن فلسفتك اني بان ان البودلاء اللي بارقام كبيرة جدا وهو دول اللعبة اللي مفروض ان هي ستاند باي للفريق الاول لا واضح ان عندك دروف فيهم كبير جدا لاني ان الزمالك بيأتي متأخرا الاخير في جدول مجموعته كمان عنده رقم سلبي جدا هو في المباريات مستقبل خمس اهداف هو مينس خمسة مسجلش اهداف خالص فانت بتشوف النادي الاهلي لا فرض فلسفته خلت جميع يحترم تجربته وده الشيء الصعب جدا في الكورة بالتأكيد وانا عايز اقول ان فكرة ان انت تدفع بالناشئين دي مش جديدة على النادي الاهلي ويمكن كلنا كنا بنقول امور كانت تبقى صعبة جدا ولكن اللعيبة بجد في الملعب مبارح والتلات مباريات كانوا يعني على قدر المسئولية بشكل كبير جدا عجبني جدا بفكرة تصريحاتهم كمان تصريحات نطجة جدا يعني يمكن مصطفى شبير قال الناس بتسعى لما يقول ابن الوزة عوام فبابا قال لي اقول انت ابن الوزة عوام انا مش هقولها بس انا هسيب الحكم للمشاهد عنده ثقة وانا هيخدنا لقضياتين من وجهة نظري القضية الاولى متش اللي يانو كان الحارس مدرب حراس المرمى اللي قادر قادر في يصنع من حارس شاب واعد حارس ثالث يتحطف مسئولية امام خط ظهر من الناشئين مفيش خط ظهر نقول عندهم الخبرات اللي تقدر تشيل حارس المرمى ويقدر يكون موجود بالثقة دي مع على رأسهم جهاز فني مسئول او مدير فني قادر يدي الثقة دي اللي عابين وتلعب بالشكل ده فلازم هنا اشيد بمدرب حراس المرمى للنادي القلي بشكل كبير جدا النقطة التانية اللي انا عايز اتعرض لها وهي النقطة اللي متعلقة بفكرة ان مصطفى شبير بيلعب في النادي القلي عشان ابن كابتن احمد شبير اعتقد قدم مستوى مش بنقول ان ده المستوى يوقفوا حارس المرمى اساسي حاليا ولكن على الآل قدم لك مستوى مقنع لفكرة انه متواجد في المكان ده لانه يستحق انه يتواجد في المكان ده فانا تحياتي لمدرب حراس المرمى للقلي وتحياتي لمصطفى شبير وطبعا حمز علاء وكل حراس المرمى نتمنى ان لما تجيلهم الفرصة يقدموا اداء فيه ثقة لان 50% من وجهة نظري من مركز حراسة المرمى متوقف على مدى ثقة الحارس بنفسه وبالتالي الثقة مهمة جدا ودي اللي بتنقل الحارس لمكان تاني كابتن محمد الشيناوي لما تعرض لاختبارات قوية جدا في كأس عالم كأس الامم مع النادي القالي في الولمبياد خلاص بقى شكل مختلف تماما وبقى عنده ثقة مختلفة تماما هتخلي اي مهاجم رايح عليه حتى في الانفراد او في التسديد عامل حسابه بشكل كبير جدا نروح لمغربي وقا بيتكلم بعد مرات الاسماعيلي واحنا فرحانين بالفوز او بالتعادل في اخر دقيقة يطلع مغربي يقول النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا اي حد يلبس تشيرتي النادل اهلي ما يعرفش غير الفوز دي تصرحات من لعب ناشئ لسه بيواجه مباراة رسمية مع فريق اول وبطولة رسمية وبيواجه المشاهدين والملايين من محب النادل اهلي يقول نتيجتنا امام الاسماعيلي غير مرضية بالنسبة لنا يذكرنا من عشر سنين فاتوا الفريق الاجبال او نقول الاطفال اللي كان عمرهم 13 سنة بلعبوا دورة والدية يحصلوا على المركز الثالث فتلاقي الدموع نزلة ويقولك احنا لم تعلمناش في الاهلي كده والتاني زي الاخير هيا دي هو ده النادل اهلي هيا دي فلسفة النادل اهلي اللي دايما بنأكد روح الفنان الحمراء ستظل باقية وموجودة وكمان هنتكلم عن فكرة الاهلي بمن حضر لكن لما تذكر روح الفنان الحمراء ما ينفعش تتغافل لعب اسمه عمار حمدي عمار حمدي ما شاء الله ربنا احميه من الاصابات لعيب قادر يشعل حماسة العشر لعبين الموجودين في الملعب لعيب تقدر لو عملته ستندر وحطيته في الملعب وقلت انا عايز تقربه من روح عمار حمدي يبقى نقول اللعب دا استحق كام من عشرة على عمار حمدي تمانية من عشرة في روحه تسعة من عشرة سبعة من عشرة بالتأكيد كل لعبين اجاده ولكن عمار حمدي برغم اخفاقه رقلة الجزاء اللي من وجهة نظري بتعتمد على ان عمار حمدي لسه لم يمتلق خبرات تنظيم مجهوده بيبزل مجهود كبير جدا في كل حتة في الملعب بيبزل مجهود كبير جدا في الارتداد والهجوم فبيبقى اللمسة الاخيرة او الفينش بتاعه فيه ارهاق فبالتالي ما بيقدرش يعني يكون الفينش بشكل جيد يمكن حتى فرقلة الجزاء تعامل معها بشكل يعني يعني كرة ضعيفة جدا ولكن كنت سعيد جدا بالهدف التاني كنت اتمنى ان هو يتم احتسابه لان عمار ايضا بازل فيه مجهود كبير جدا وكانت الكرة هتصالح عمار في اللحظات الاخيرة لكن نادل اهلي قدم بطولة حتى هذه اللحظة مهمة جدا ولكن دي اعتقد اتفق معي خلاص الجهاز الفني وكابتن سارح حفيز بتصرحاته ان المباراة القادمة والمباراة بعد القادمة لابد من الدفع بالعناصر اللي هي من الفريه الاول بالتدريج اللي هم مش عايز اقول بودلاء لان هم في النهاية مش موجودين مع المنتخب اللي عيبها اللي مش موجودة مع المنتخبات لان انا بشوف ان افشا ما ينفعش تقال علي بديل بل بالعكش افشا يستحق التواجد مع المنتخب مصر الحالي وحسين الشحات برسي تاو ميكسوني لعيبة كبار طهر محمد طهر دي لعيبة لها ثقل احمد عبدالقادر من وجهة نظري رمي ربيع طبعا وياسر ابراهيم مع الدفع بمحمد هاني ولكن بالطريقة التي تحلو للمدير الفني وللجهاز الفني يمنحهم بعض الوقت يعمل روتيشن ما بينهم لازم يكون فيه عناصر من الناشئين موجودين من وجهة نظري من اجل استكمال التجربة اللي هي حتى هذه اللحظة نجحة بكل المقاييس باستثناء مقياس تصدر المجموعة فقط لغير ولكن للنادل الاهلي اهدافه واهداف النادل الاهلي كانت تجهيز مجموعة من ناشئين واتمنى في المباراة القادمة وبعد القادمة يكون تجهيز العناصر اللي هنكون محتاجينها بشكل كبير جدا في كأس العالم الاندية لان اخر مباراة رسمية لعبها النادل الاهلي كانت في نهاية شهر ديسمبر امام فيوتشار وبالتالي غياب عن مباراة رسمية ممكن يؤثر بشكل كبير جدا على لعبي النادل الاهلي المرشح ان هما يلعبوا بقوة جدا امام منتريف كأس العالم الفارس وانا متفق كمان مع الجهاز الفني في فكرة انه هو واضح جدا انه عنده تايم لاين تدرج ليه انت لما بدأت ببعض العناصر زي حسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود بدأت تفقد ده للاصابة فالتايمينج بتاع الدفع باللعيبة اللي هما بقى هنا فعلا اساسيين مش بدلقل اللي بلعب دلوقتي ده مع اقتراب فكرة كاس العالم للاندية عشان انت تجهزه لانه هو يقدر يدخل كاس العالم للاندية وهو فيق وده كانت نقطة مهمة جدا وزكاء من الجهاز الفني انه هو عمل التايم لاين ده وحاطت كل وقت يدخل به امتى كمان فكرة الروح يمكن انا كنت بالصدفة بشوف من شهرين كده لقاء لمحمد فقري وزياد طارق كانوا مع كابتن اسام حسني هنا في قناة النادي الاهلي اللي اتنين كانوا بيتكلموا مدى التشوق لانه هما ياخدوا فرصة ويلعبوا اساسيين محدش يقدر يتخيلها كمان اللي اتنين بيتكلموا بفكرة ان النادي الاهلي ما فيهوش في قطاع الناشئين القناعة بفكرة التعادل وانه هما عندهم هدف انه لما يطلعوا في فريق الاول الناس تحس ان فعلا دي قناعتهم وانه هما ريبين قوي من فلسفة الفريق الاول وسبحان الله كأنهم كانوا بيتكلموا عن التجربة اللي بتحصل دلوقتي وكأنهم شايفينها بالحرف حتى زياد طارق كان بيتكلم انه هو لا شايف انه هو راجل واثق في نفسه ودي من الحاجات اللي بيتميزوا انا شفت ده في الملعب وشفت اللعب ممكن محتاج شوية بس تزبيت قراراته امتى يلعب عجون امتى يمرر محمد فخري كان اساسا من ناشئين المحل وقرق تجربة مع كابتن محمد يوسف ورجع النادي الاهلي هو عنده شغف انه هو يثبت انه هو لعب كويس جدا بس محتاج محتاج ينوص على نفسه وده اللي حصل وده اللي انا تمنى ان فعلا اللعبة دي نستفيد بها ما تكونش مجرد تجربة انا شايف على الال اتنين تلاتة اسماء مش حابب اقتصر فحد او اقول اسماء مين تحديدا بس شايف فيها على الال تلات لعبين ممكن يكونوا موجودين مع الفريق الاول ده بالتأكيد خاصة الخط الخلفي للنادي الاهلي طبعا كل التوفيق للنادي الاهلي في بطولة كأس الرابطة ويحقق منها اهدافه سواء اهداف التجهيز الناشئين او الاهداف في المبارات القادمة تجهيز العناصر الاسية لكأس العالم للاندية بإذن الله ان شاء الله يكون الاهلي قادر على الزهور بمظهر جيد جدا ومشرف جدا ويليك باسم النادي الاهلي تاريخه مع بطولة مهمة وكبيرة زي بطولة كأس العالم للاندية نروح لفاصل وانتظرونا بعد الفاصل ورجعنا لكم عشان نكمل رحلتنا معاكم في خطة احمر النهاردة وكالعادة بتشوف اي حد بتجيله الفرصة ان هو ياخد كده النادي الاهلي في السكة واحدة ويتجاهل بيها كل الحقائق وكل المعطيات وكل الواقع اللي احنا تعلمنا دايما معاكم ان احنا قصتنا معاكم كمشاهدين قصة واقع لا كلام مرسل ولا افطراءات عشان نفهم القصة ببساطة نروح ونسمع خالد الغندور في الفيديو ده ونرجع عشان عندنا ردود كتيرة ومهمة ميدو زمالكاوي جدا طبعا لكن ميدو ما عش في الزمالك كتير ميدو لاعب في الزمالك قدي سنة اين؟ صح سنة سنة ونص هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا أنا النادي الأهلي أقوى من الزمالك في الإعلام طول الوقت النادي الأهلي قبل الفاركان بيجامل في التحكين كثير جدا 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 ممكن أقول لك حاجات كثيرة جدا حصلت من بداية من جون حصل شحاتها نفسي مرة التسلل بأعب التريكة من نفسي نفسها في البسين أنا نفسي مرة أسألك عايز توقفني ليه طيب أنا أسألك في حد ده أنا بقول لك ده مجملات أصدي التساوي في الإمكانيات ما يودغش النفس الكصة نفكر فيها ما فيش إمكانيات تساوي ما فيش مجال الأهلي بأخذ 400 مليون على فكرة أنا الأهلي بأخذ 400 مليون والزامورك بيأخذ 200 مليون يعني اللي تساوي في إيه هو الأهلي بأخذ 400 مليون السؤال حق أو لا مش حق لأن في الفترة الأخيرة وحنيجي للقصة دي بالتحديد هو جا كده بتاعة رعاية النادي الأهلي وأنا اللي بشوف إن النادي الأهلي بيأخذ أقل كمان من ما تستحق العلامة التجارية للنادي الأهلي وده هنقف عنه بس الفكرة مع بداية الكلام كانت فيما يخص ميدو الكلام اللي قاله عن نظرية المؤامرة وهنا ما ينفعش نتجاوز ده لأنه يخصنا لأنه هو تقال فيه أن ميدو ما عاش كتير داخل نادي الزمالك طيب يا كابتن خالد هل كابتن حسن شحاتة لما قال مشكلة الزمالكوية أو مشكلة نادي الزمالك أنه بيحسس نفسه بالمظلومية كابتن حسن شحاتة اللي عاش تاريخه واللي انت بتستشهد به بواقع الدور 82 هو نفسه اللي بتلصق اسمه دايما في كل قصص نظرية المؤامرة هو نفسه بيقولك أن ده أحد أهم أسباب مشكلتك أن انت بتعيش نظرية المؤامرة ما عاش في نادي الزمالك خصويا أن كابتن حسن شحاتة قالي المشكلة دي ظهرت مؤخرا آخر خمس ست سنين والكلام ده كان منتها تاربع سنين هو بيتكلم في الفترة الإعلامية تحديدا اللي انت كنت مؤثر فيها في ترسيخ ده عند جمهور الزمالك ده شق إذن الموضوع ما لهش علاقة بالنميدو مع الشينادي الزمالك هو الموضوع اللي هي علاقة باللي انت بتقوله مؤامرة أصلا ولا لأ يعني انت وقفت عند دوري حسن شحاتة 82 إيه تحديدا أنا بشوف مباراة 24 مايو 82 دي هي أكبر مغلطة لفكرة ما أغز ما ليس علا بإلا وفضلت تبني علاقة جزيب وعملنا حلقة هنا واضحة ممكن ترجع لها في الأرشيف عشان تكتشف نقاط بس سريعا إذا كان النادي الأهلي حسن ولا لأ الدوري في فارق ثلاث نقاط أصلا عن نادي الزمالك يعني مباراة دي ما كانتش هي المؤثرة إذا كان أصلا فيه هدف لمحمد صالح في مباراة غزل دومياء ملغي وأصلا هدف صحيح ولا لأ وقعت الاتحاد السكندري ومشاركة عدل المأمور وشرحنا فيها كتير جدا وبيان تاريخي للجنة الأندية ولجنة الحكام غير مسبوك في تاريخ كرة المصرية بيقول توجيه الدوري لنادي بعينه ووقعت المنصورة اللي كانت في الأسبوع الخمسة وعشرين وأيضا إلغاء هدف للمنصورة ونتج عنه إلغاء المباراة ارجع وراجع المسم ده هتلاقي في أرشيف الأهلي خط أحمر تقدر تكتب دوري حسن شحاتة 82 تقدر تشوف إذا كان دي مظلومية أنت ينفع ترددها ولا أنت بتردد مغالطة هي دايما مش حقيقة ولكن حتى التحكيم ما قبل ظهور الفار التحكيم ما قبل ظهور الفار أنا عايز أقول لك هناك خمس دوريات على الأقل النادي الأهلي لو جينا اشتغلنا تحكيم جولة بجولة هيكون النادي الأهلي من أهم أسباب خسارة الخمس دوريات دول أخطاء تحكمية وكلهم قبل وجود الفار قص هو طبعا الكلام اللي تكلمه خالد الغندور بيتكلم عن فكرة استدعاء مواقف من التاريخ عشان يثبت عدم صحة مقولة كابتن أحمد حسن ميدو لما قال النادي الأهلي نادي يشبه إلى العقلية الأوروبية والنادي الأهلي عنده أصص مبنية عليها واستعرض بعض المواقف في الوقت اللي عاش فيه أحمد حسن ميدو في نادي الزمالك إنه لما كان ناشئ تم مرحش للتدريب لمدة أسبوع وكان الزمالك هيواجه غزل المحلة وما كانش بيرد على التليفون فكلموه راح لكب تاكسي وراح استاد غزل المحلة ولعب مباراة قطاع ناشئين وخسروها برقلات ترجيح أمام النادي الأهلي وقتها وكانت بتلاعب في غزل المحلة ولكن قال إن الكلام ده لو في الأهلي يتم فيه عقاب وأنا عايز أحط قواعد داخل نادي الزمالك تشابه قواعد الأهلي فبالتأكيد ده كلام بيهد كل المحاولات التضليل الإعلامي الميدو بيساهم فيها وبيضر من وجهة نظر بها جماهير نادي الزمالك أكتر ما بيفدى أكتر ما بيفدى لأنه دايما اللي بيروح لفكرة إن التشويه صورة وإنجازات النادي الأهلي يمكن أنا مختلف شوية مع كابتن حسن شيحاتا إن ظاهرة المظلومية دي مش راجع لآخر خمس سنين لا يا من فترة طويلة وطويلة جدا واللي بيرى أرشيف كتير جدا فهيشوف إن الكلام ده موجود دايما فكرة إزاي أدي مبرر إن أنا فقدت البطولة إيه هو المبرر؟ إن أنا فقدت البطولة لأسباب جامعها خارج أنا تقييمي أنا لذاتي كفريق تقييم لعبتي تقييم إدارتي للأمور بشكل أو بآخر ميدو جا حط الأمور رمع نقطة ضوء كده يا جماعة في مشكلة وللأمانة ميدو تكلم فيها أكتر مرة يمكن بيه تراجع كتير جدا بطبيعته إنه هو زمال كاوي ولكن في النهاية على الأقل فيه أوقات كتيرة جدا بيقول الصراحة وبيمنح النادي الأهلي حقه يعني لكن كابتن خالغا ندور مش عايز ده ومش عايز ده يحصل في الإعلام وعايز دايما تظل للصورة أن النادي الأهلي بطلاته غير مستحقة ويبدأ يجيب يقول لك حد بيرمي نفسه داخل التمنتاشر وطبعا يقصد وقعت الأهلي وحرص الحدود في دوري انتهى من شهر يناير المنافس للنادي الأهلي كان فريق أمبي الفارق بين الأول والتاني كان ضعف كان الضعف يعني ضعف عد نقاط في دوري كان نادي الزمالك فيه سادس الدوري وكان بيتنافس مع أسمنت السويس اللي هبط في الدوري اللي بعده فبالتالي ما ينفعش آجي أخذ لقطة زي دي وأقول لاي باب ترمي نفسها داخل التمنتاشر والنهاردة كابتن أيمن يونس وبيشده يجذب مع الكابتن أحمد الشناو في راكل الجزاء واضحة وصريحة لفريق غزل المحلة النهاردة لم يتم احتسابها بعد استدعاء عبد العديد السيد من قبل حكم الفيديو وأصر أنها مش راكل الجزاء فالكابتن أحمد الشناو بيستشد بالكابتن فاروق جعفر فالكابتن أيمن يونس قالوا أنت راح تستشد بفاروق اللي واخر له خمسين راكل الجزاء من النوع يعني بلاش بقى نتكلم عن لقطة ونستدعيها بلاش نتكلم عن لقطة في دوري كانت محسومة ولكن في النهاية خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا القطأ قبل تقنية الفار تقدر تقول احتمالات كتيرة جدا غير مقصود ما شفهاش الحكم بياخد القرار في ثانية الحكم بشر أخطاء كرة القدم ومطعة كرة القدم بتاعتل فيه مقدمتها أخطاء التحكيم كلام كتير تقدر تقوله ما تجزمش أن فيه خطأ فادح لكن لما يكون في تقنية فار وفيه استدعاء للحكم وفيه صورة من أكثر من زاوية واضحة للجميع فهنا الخطأ لازم يقول لا ده هنا ما فيش أي مبر للحكم ده وهنا يخلينا نقول أن المحكم ده من وجهة نظري عشان بشككش في حد حكم ضعيف فنيا لا يرتقي لأنه يقود مباريات في الدوري المحلي ولا حتى مباريات في الدرجة التانية وبالتالي خلي المعيار سيبك من التاريخ أنا تكلمنا فيه كتير وردنا فيه كتير خلي المعيار للوقت الحالي إيه هي الأخطاء اللي بتحدث من التحكيم واللي صالح أي فريق وضد أي فريق في وجود تقنية فيديو قادرة على أنها تستعيد أو تمنح للحكم فرصة أن نشوف اللقطة اللي أنت مشفتهاش طب شوف ما الزاوية دي طب شوف ما الزاوية دي هنا لما يكون فيه أخطاء تحكمية في الوقت ده أنا وجهة نظري الخطأ في وجود تقنية الفار بمئة خطأ تحكيمي قبل وجود تقنية الفار من ناحية أثاره السلبية لأن هنا ما فيش أي عذر للحكم أنه هو يدي قرار خاطئ إلا أنه حكم ضعيف فنيا نطلع بقى نشوف الأخطاء اللي حصلت ضد النادي الآلي وحرمت النادي الآلي من حقه في رقلات جزاء المفترض تكون لصالح النادي الآلي تغاضى عنها حكام الساحة برغم أن وجود تقنية الفيديو نشوف الفيديو عشان نرجع نعقل هنا واضح جداً من لاعب ديجلة وهو بيشد لاعب الآلي وعتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيعلي الأمام لو هو بيماست ليه بيعلي وراء الخطأ موجود وركة الجزاء يعني الفار فينا كتاب الفار ما شافش خلاص بقى فهنا الوضعية لم تكن وضعية طبيعية في بداية اللقطة فهنا كانت هناك ضربة جزاء فحيحة لن يعلن عنها الحكام الرائي طبعاً هنا لعيب نادي بيراميدز بيعمل مهاجمة برجله مهاجمة برجله اليمين على لعيب نادي الأهلي دي ركلة جزاء واضحة القدم هنا قدم اللاعب المحل هو بالشكل ده هو خلاص حط قدمه أمام قدم لاعب محمد داني اللي حييجي فيه يعني حط رجله برجله فاخد لاعب محمد داني خلاص محمد داني لازم يسقط بالشكل ده فطبعاً هيا دي ركلة جزاء واضحة بص يا كابتن سيف طبعاً هيا الكرة الجدل المصر الكلاب بتتكلم فيها دلوقتي هل الكرة بتاعت آي جاية دي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء حضرك شايفيه أنا شايف الكرة دي فيه ركلة جزاء لأن فيه خطأ تم قبل الكرة متخرج أرض الملحب هنا طبعاً فيه دفع من لعيب نادي المقاولين لعيب النادي الأهلي أنا كنت موطوعك أنا حكم الفيديو لازم ينادي محمود نادي وشوف القرة دي بس القرة دي ما تعددش دي الكرة اللي خلت بعد كده أعتقد جهاز النادي الأهلي كان بيعترض عليها ولا حكم الفيديو ندى يعني من نظر نظر حاجة دي دي ركل الجزاء لو أنت بسط لي دي كده دي بالضبط ركلة الجزاء اللي اتحسبت على الأهلي هنا دي كان لابد أن يتعتصر بركل الجزاء وكان لازم حكم الفار يجيب محمود عشر ممكن ما شافهاش لأنا شايفه هنا بتبقى للتصوير ده إن فيه إيد حارس مرمى مكان وضع الكاميرات يا كابتن سيف كان يخدمنا قوي في اللعبة دي إنما في الصورة دي فيها شك كبير ركل الجزاء محمود البنة صعب إن نشوف كورة دي كنت أتمنى حكم الفيديو يعني قرر حدراك إن كورة يدرب الجزاء اللي من اللاعب أنا شايف ركل الجزاء هنا فيه احتكاك في لعبة بإهمال من اللاعب نادي سموحة ناس هيقولوا حتى لو لعب كورة إيه لعب الكورة بس إنما بتلعب الكورة برضو تلازم تحافظ على سلامة اللاعب شكل بالشكل ده بالأسلوب الداخل عليه دي ركل الجزاء فلما نشوفه بقى لاته ومشي كده مرة محسر رايح التاني عمل إيه بقى المدافع المدافع بس بعد ما عدى رجليه أعاقة هنا عرقلة وأعاقة اللاعب وبركة الجزاء موجودة لا رحنا للاثنين وتمانين ولا رحنا للخمسينيات ولا رحنا للاربعينات ولا رحنا تكلمنا عن أخطاء تحكمية في حكام كانوا بينتموا أو درجة قرابة من الدرجة الأولى مع لعبين في بعض الفرق ولا استعرضنا التاريخ ده ولا نشكك في أحد من هؤلاء يعني كان موجود كابتن حسين إمام كان موجود كابتن نبيل نصير كلهم يعني لهم كل التأدير والاحترام وما نقدرش نشكك في أن فيه حكم بياخد قرارات تبعا لانتماء أو تبعا لوجود حد من الدرجة الأولى من أقاربه في الملعب وبيحكم من براها عادي والكلام ده للصدف السعيدة إنهم ما حصلش خالص مع نادل آه يعني مشوفناش حكم بيحكم مباراة لنادل آه أخوه متواجد في فريق النادل آه مشوفناش حكم حكم رؤون النادل آه ابن أخوه متواجد أو حرس مرمى في فريق النادل آه لأن ده متهيالي لو كان حصل بعد الكلام اللي بيتقال طول الوقت عن النادل آه ما كناش هنخلص لكن هنا ما بنشككش احنا هنا رحنا لإيه لتقنية الفيديو تخيل عزيزي المشاهد تخيل عزيزي خالد الغندور في 38 مباراة في الدوري مباراة في الكاس عندنا 9 رقلات جزاء في وجود تقنية الفيديو الحكام بتتغاضى عنها ومباراة في كاس مصر ما بيحصلش النادل آهلي على حقه بلاش تتكلم عن التحكيم والأهم من كل ده احنا عمالين نستعرضه معاكم بشهادة خبراء التحكيم ايه اللي خلى الحكام داخل الملعب لا الفيديو يستدعف بعض الحالات ولا خلى في حالات أخرى ان احنا نشوف كتير جدا من الحكام بيتجاهلوا التعامل مع حكم الفاهم لأن كويس او ان احنا نأكد ان ده بسبب أخبار او بسبب أخطاء التحكيم دي راجعين للستوريو التحليلي وبنرجع للمحاللين لأن عندنا راكل الجزاء واضحة ما بنحطهاش ما بنسردهاش دون من ده هي موجودة في سنة 2021 وهي راكل الجزاء لصالح رامي ربيع في مباراة القمة موجودة وراكل الجزاء واضحة جدا ولكن بما ان خبراء التحكيم يعني تجاهلوا فبالتالي ما ندرش نحطها في الأمر ده عندنا أشياء تانية كتير جدا ولكن بعد الفصل ورجعنا لكم وزي ما عودناكم الرد معانا بالورقة والقلم الكلام اللي كنتوا بتسمعوه قبل الفاصل كان بيتكلم عن أن النادي الأهلي كان بيستفيد جدا قبل وجود الفار ومهم جدا نأكد تاني أن ده معناه بالمنطق المضاد وكأن النادي الأهلي تضرر من وجود الفار وده مهم جدا فكرة تضرر من وجود الفار لأن ده مش حقيقي لأن احنا بنرد بالمعطيات فكرة ضمانة وجود الفار إذن بيساوي العدالة المطلقة التحكيمية ده كلام غلط بشهادة كل الخبراء اللي بنجيبهم بيقولوا النادي الأهلي لاستفادة هناكنا بنتكلم فرس كمان أن الأراء خبراء التحكيم عشان كده لما استعرضنا رقلات الترجيع رقلات الجزاء جيبنا رقلات الجزاء اللي فيه خبراء تحكيم اتكلموا فيها وقالوا النادي الأهلي له عشر رقلات جزاء في سنة 2021 سنة ملادية احنا هنا جايبين حصاد 2021 من الأخطاء التحكيمية كان فيه عشر رقلات جزاء تسعة في الدوري واحدة في الكائس لكن ما جيبناش رقلات الجزاء بتاعت راما ربيعة لأن للأسف ما فيش أي خبير تحكيمي استعرضها ولا أتكلم فيها في قناة محايدة أنا أتكلم طبعا هنا في قناتنا للأهلي استعرضناها وقلنا أن رقل الجزاء واضحة فاتتوح بيدهس رجل كابتن رامي ربيعة وفيه ديئتين وكان الحكم أمين عمر وكان حكم الفيديو محمود عشور ولكن لم نتحدث إطلاقا عنها لأننا زي ما بنعودكم دايما احنا مش بنقول أراءنا في التحكيم احنا بنجيب أراء خبراء التحكيم وخبراء التحكيم قالوا في 2021 في المورات المحلية الأهلي لو عشر رقلات الجزاء لم يتم احتسبهم في وجود تقنية الفار إذن المغالطة الأساسية اللي بتربط ما بين وجود الفار والعدالة التحكيمية المطلقة دي مش موجودة وإلا عمرنا ما كنا استعرضنا حالة تحكيمية واحدة فيها خبير تحكيمي المعطى في النهاية والفاصل ما بيننا وما بين أي حد في النهاية هو الخبير التحكيمي وعدد الحالات التحكيمية طب النادي الأهلي كان معاه حاجة ما تدلش أبدا إن في عدالة تحكيمية بتحصل حتى وفي وجود الفار لأن فكرة الهدف الملغة ده حاجة صعبة جدا فكرة إن الكرة تدخل الشبكة دي من الحاجات حتى مش لعبة فيها شك راكل الجزاء دي حاجة بتحتاج كتير جدا من استغراق الوقت في الفار عشان تتأكد لا النادي الأهلي ليه ستة أهداف ملغة خمسة في الدورة خلال السنة الميلادية دي وهدف الكأس نروح ونستعرض بالفيديو معاكم الستة أهداف اللي تم إلغاءهم للنادي الأهلي عشان نتأكد إن لا النادي الأهلي اتظلم قبل وجود الفار وبعد وجود الفار ودي المشكلة الأكبر هنا طبعا إحنا عندنا فيه كرة معمولة بالعرض فيه رؤية جهاد كانت ممتازة هنا ده فيه لعيب النادي الأهلي ناطط مع شريف الكرامي حارس الاثنين راحين منافسة على الكرة الكرة وقت من إيد شريف ده تنافس عادي جدا تنافس عادي جدا دي أنا رأيي فيها هنا يبقى فيه استمرار اللعب اللي فيه تنافس أصلا على الكرة الهدف رأيك فيه أنا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش يرجع للطار داخل على السخان أنت كده على طول أصلحنا نجيب اللقطة وأنا عيدها حكم مباراة النهاردة هحسب الهدف طبعا كان قريب كم يارضى من الهدف كان حاولي سبع يارضى طبعا أسأل حضرتك سؤال يا كابتن حضرتك حكم وحسبت والفار قالك فاول تعمل إيه تمام مش هنروح للفار خبص سواء هنا كده لعب الكرة ولا الكرة خبطت فيه ولا كان رد فعلا اتفاجئ بالكرة على رجله عمل رجله كده راحت للعب النادي الآلي لعب الكرة كده إذن لعب الكرة طرامة جاية من تعمد لعب من لعب وملاعب اللي في الموقف تسلل راحت له خلاص لا يعاقب بالتسلل هنا التسلل مش موجود يعني أنا مش شايف يعني حتى الخط العمودي اسمحلي يعني موجود طرق مجدي وموجود عطف حسين ده خط الفار بقى بص ده خط الفار ودي خط الفار قول لي فين التسلل يا كابتن قدي قدم اللاعب هناك ورا أنا شايف أن يعني لاعب النادي الآلي بعيد تماما عن التسلل لأنا بالنسبة لنا هنا ما عنديش تسلل لابن فيش ما فيش غافر المساعد دي المشكلة الأكبر اللي انت بتتجاهلها إلغاء أهداف صحيحة في وجود الفار وتحت عين الحكام انت بتتكلم عن لقطات كمان مؤسرة للأسد بنفتكيرها زي لقطة البنك الآلي عيمان أشرف والتربواليا اللي ليه قصة تانية حنشوف هدفه مع بيراميونيخ يعني اتلغاله هدف مهم جدا مع بيراميزو اتلغاله هدف مع بيراميونيخ أنا بشوف أنهما فرقوا أصلا في مسيرة اللاعب في الفريق غير شفنا حتى في عدم وجود الفار في مباراة أمبي في الكأس كان فيه إلغاء لهدف احنا بنتكلم في خمس أهداف في الدوري وهدف في الكأس غير كمان هدف في الدوري مهم جدا كان ده طبعا عشان احنا بنقول بنجيب أراء خبراء التحكيم ده حصل جدل في فكرة كابتن ساميرو عصمان لو تفتكروا قال الصورة اللي جاتلي بالطريقة اللي تعرضت علي بالسيستم اللي موجود في القناة هنا إسلام جمال كنا بنتكلم أن رجبته كانت موجودة فين وهدف مشابه وبنتكلم أن هدف إسلام جمال في الجيش ده الإسلام جمال ما تحسبش أنه هو جابها من جوة كان مؤثر جدا كمان معانا صورة هدف البايرن في برشلونة بدور الأبطال هي إزاي ده كان القرار هنا وكان القرار مختلف يعني إذن إحنا بنتكلم النادي الأهلي أسهل حاجة تطلع تقول قبل الفار وبعد الفار بس نفس حد كده يعمل زي ما احنا بنعمل لما يتكلم يجيب حالات ويوضح عشان حتى أنت لما تيجي ترد تحس أن الرد صعب إنما أسهل حاجة أسهل حاجة في الدنيا يا جماعة وأسهل حاجة في الإعلام أنك ترد على مغالطات وتكشف قد إيه الآخر بيفتقد المنطق بص يا لو الحالات جات هنجدل الخبير التحكيمي ولو الخبير التحكيمي قال رأي عكس رأينا أنا تجاهل رأي الخبير التحكيمي وسنظل نقول ونرد رأينا برغم أن الخبير التحكيمي معاه على نفس الطاولة قال له أن القرار قرار غير قرارك أنت أو غير يعني قدرتك أنت على تقييم القرارات التحكيمية فهو خلي غندور يعني عايش في الإعلام بالشكل ده مهما قلت له أن القرار التحكيمي ده في المبارات دي مش حقيقي هيفضل عايش به كابتن ياسر عبروف قال له مثلا مثلا في مبارات القضية مفيش أصلا ركل الجزاء لصالح بن شارقي والعكس هو اللي حاصل وقرار مصطفى غربال كان قرار سليم 100% أن أشرف بن شارقي هو اللي عام الفاول ده دائما أشرف ولكن احنا في 2022 وبرهنكم انتوزا ربنا ادانا طلطة العمر ان شاء الله في 2029 هيقول في مبارات 27 نوفمبر 2020 كان فيه ركل الجزاء لأشرف بن شارقي برغم أن كان بيتقلع على الترابيزة من خبير التحكيمي أن هي مش ركلة جزاء احنا هنا بنروح للأخطاء المؤثرة اللي موجودة في تقنية الفار كلمنا عن ركلات جزاء للنادي الأهلي لم يحتسبها الحكام في وجود تقنية الفار بس كده لا تخيل عزيزي المشاهد أيضا أن كمان فيه ركلات جزاء احتسبت على النادي الأهلي ليست صحيحة نطلع نشوف الفيديو صراحا هتكلم الكرة دي من وجهة ناظر اللي أنا حكم مش هحسبها بس هي كرة ضعيفة جدا كرة ضعيفة جدا 50% في 50% فدعم قرار كابتن أحمد الشنازي وهم دعم قرار الحكم وخلص همشي مع قرار الحكم نخلي بالك زي ما كابتن أحمد قال محمود البنة هنا ما حسبش استدعاء محمد عادل حكم الفيديو طب إنت لو استدعاءك حكم الفيديو ورحت نعم لو استدعاءك حكم الفيديو ورحت بس أنا أقولك حاجة أنا من وجهة ناظر وأنا أتفرج عليه أنا ما فيش دفع أنا لو هحسب لو هحسب هيبقى فيه ممكن ممكن يبقى فيه خطأ من علي رصفي حارس مرمى النادي الأهلي ما مش شايفين قدامنا فيه عرقال ما فيش عرقال هل حمد فاتحي رجله الشمال مع عرقالة الجزيرة ما ده يا كابتن مش واضح في الصورة قدامنا يا كابتن مش واضح من كده طب يعني حضرك مش قادر تاخد قرار مش واضح طب أقول لكاب سمير يستمر اللعب يستمر اللعب لا توجد ضربة جزاء من وجهة نظر حضرتنا بالنسبة الصورة دي ما فيش تخيل عزيزي المشاهد النادي الأهلي لعب 38 مباراة في سنة 2021 في الدوري لما يتحسب عليه رقلتين جزاء المفترض تفكر مين الفريق اللي ممكن يحتسب ليه رقلت جزاء ضد النادي الأهلي في وجود تقنية الفار وتكون رقلات جزاء غير صحيحة كان المفترض قبل ما اطلع الفيديو تبقى عارف انهما رقلتين جزاء لنادي الزمالك لان هو ده اللي بيحصل في وجود تقنية الفيديو وييجي خالغا ندوري يكلمنا عن التحكيم بس أنا عارف عشان لو بيتفرج وهو أكيد متابع بشكل كويس جدا الاعداد بيقول لي ان كابتن طرق يحيق اللي كان قاعد في استوديو 27 نوفمبر 2020 بس في النهاية هتفرق معي كابتن ياسر عبدالرقوف ممكن تفرق معه والله ما هتفرق لا هتفرق كابتن ياسر عبدالرقوف قال ان فيه خطأ على بن شرقي وربنا يدينا ويديكم طولة العمر هتسمعوها كتير خلال سنوات طويلة جدا ان فيه رقلت جزاء لبن شرقي في نهاية القضية لا ده احنا بقى عشان ما نسيبش حاجة جبنالكو اهداف ملغاية جبنالكو ضربات جزاء لصالح الاقلي لم تحتسبوا رجالات جزاء على الاقلي تم احسابها وغية غير صحيحة وكفاية وقعت سيف الجزيري لان بشوف دي وقعة موسيقى للتحكيم المصري ولكن بقى عشان ما نسيبش حد في نفسه حاجة حتى الكروت الحمراء الغير محتسبة في مباريات النادي الاقلي اللي كانت تفرق ايضا لان ده شيء مهم جدا انك تلعب والعنصر اللي قدامك بينطقص لعبين نطلع ونشوف الفيديو عشان نعرف ان الاهلي تقريبا ما فيش حاجة تحكميا ما تظلمش فيها ولا نظرية مؤمرة ولا ادعاء ولا كل حاجة ده خبراء تحكيم بيتكلم طبعا في الاول تستحق انظار ولا طارد طبعا هنا اللعبة دي بالشكل ده انا شايف بالدخول بالرجل كده بالحتة دي خلاص استخدام ده وجاي بالقوة اذا هنا القوة موجودة ولا مش موجودة طبعا واستخدام ايه قوة زايدة اسفل الحزاء اسفل الحزاء فطبعا هنا كان لازم يطرد عطول صفر خطأ بس كان لازم ينقص ايه الانذار هنا لازم انذار على لعيب نادي اسموحة اعتقد حسام حسن في حسام حسن انذار في الديئة 73 اذا لو هنا كان خد انذار كان يبقى الانذار التاني الكارت الاحمر ده الانذار التاني اذا دي فرصة محقاقة لإحراز هدف اي مخالف تمنع فرصة محقاقة لإحراز هدف خارج منطقة الجزاء كارت احمر الشيء اللي انا باستغربت له برضو التاني عايز اقوله الحاكم الفار لعبة زايدة استحق الطرد ولا بيدي انذار كان لازم يستدعيه يقوله تعالى اللعبة دي طرد يعني اعتقد في فكرة كده ان انت الموسم اللي فات تحديدا والسنة اللي فاتت محتاج بتتحلى بقليل من الزكاء الاعلامي لو انت منافس ان انت بالبلد كده تردم عليها لان كل مرة بنستدعي الحالات اللي زي دي في مباراة زي بيرامدز او مباراة زي غزة المحلة تحديدا او غيرها كتير جدا من المباريات اللي شوفنا فيها احداث كتصعبة جدا وفرقت مع الاهل في النقاط بنضطر نضطر دوري ليست دعاء ولا مظلومية النادي الاهلي تضرر فيه تحكميا وكان من اسباب فقده الاخطاء التحكمية اللي تخلي الناس تتكسف شوية وما تجيبش سرط التحكم مع الاهلي خالص سنة 2021 ما كانتش السنة الافضل للحكام في وجوز تقنية الفار نتمنى نتمنى 2022 وان كانت البدايات غير مبشرة نتمنى تكون افضل من سنة 2021 للتحكم المصري عشان اتمنى ان انا اجي في اخر سنة ميلادية او اخر حتى موسم قروي اقول بالفعل تحكمنا المصري بخير انا حتى هذه اللحظة مش قادر اقول ان التحكم المصري بخير دي كانت اخطاء حبينا نجمعها لكم ونوضح لكم كمان الاختلاف لما الاهلي لاب 14 مباراة افريقية ايه اللي كان حاصل قبل تقنية الفار وايه اللي كان بعد تقنية الفار نستعرض الصورة اللي بتوضح قد ايه التحكم المصري مش بخير في 2021 الاهلي لاب في الدوري العام 38 مباراة رقلات جزاء غير محتسبة في الدوري 9 رقلات جزاء غير صحيحة احتسبت للمنافس وهو نادي الزمالك 2 ضد الناد الاهلي اهداف ملغاف الدوري 5 كروط حمراء كان المفترض يستحقها لعيب المنافس امام الناد الاهلي 3 يعني اجمالي 19 خطأ تحكيم في 38 مباراة يعني مين يزود مباراة عليك ومباراة علينا في دوري ابطال افريقيا الاهلي لاب 14 مباراة في رقل الجزاء غير محتسبة دي كانت مباراة سانداونز واللي كان يستحق فيها ونيان جوتارد اللي هي مع محمد شريف وكان فيه رقل الجزاء غير صحيحة احتسبة على الناد الاهلي ولكن دي ما كانش موجود تقنية الفار ردوان جايد مباراة الاهلي وفيتا كلب اللي كانت في القاهرة مفيش اهدف ملغاة الناد الاهلي مفيش كهود حمراء كانت غير محتسبة للاهلي وما خدهاش بالعكس ده لما جاء تقنية الفار شفنا بنهين شفنا رقل الجزاء التراجي بتحت حسب بتقنية الفار في كهس مصر الاهلي لاب مطشين عشان يؤكد اللي أنا قلته في الدور المحلي او في المسابقات المحلية التحكيم المصري بيقولك مباراة عليك مباراة علينا رقل الجزاء غير محتسبة استعرضناها اهداف ملغاء ايضا استعرضناها يعني لعيبنا مبارتين كان المباراتين فيهم اخطاء تحكمية من الاخطاء التحكمية المؤثرة في مسيرة التحكيم المصري او مؤثرة على نتيجة المباراة يعني 39 مباراة دوري او 38 19 خطأ انت تفهم المقارنة دي ايه في افريقيا وفي الدوري الموضوع المرعب مش بالتحكيم المصري هنا فيه فر اتس مارو وقل نسبة الاخطاء وعمل خطأ العنصر البشري وهنا فيه انا مش عايز اقول مصرحية فيه مجرد شاشات وناس بتاعت تتفرج جوه النادل اهلي في المبارات الافريقية في وجود تقنية الفار لم يتعرض لظلم وان كان حكم الساحة في بعض المباريات ما منحش النادل اهلي حقه استدعى تقنية الفار زي ما قولنا مبارات الترجي زي ما قولنا الوداد بس دي كانت في سنة قبلها 2020 في النقاب لنهاء القضية زي ما بنتكلم في مبارات فيتا كلاب دي كانت بدون تقنية الفار وردوان جيد جا في النهائي في وجود تقنية الفار جاب استدعى حكم وراء بس وقال له في طرد هنا على هبي عشان يخلي كل اهلاوي هبي نشوفكم بعد الفاصل او اطراف احدا اهلا بيكم مرة جديدة في الاهلي خط احمر وكالعادة الجدال التحكيمي لا ينتهي حتى لو تواجدت اراء خبراء التحكيم حتى لو تواجدت اللعبة ايا اختلفت المسابقة دايما بنحاول نوصل انا بتكلم هنا عن الاخر او المنافس فكرة ان النادي الاهلي بيستفيد باخطاء تحكيمية طبعا بيستمر خاد الغندور ومعاه عمر الدرديري في ممارسة الهواية المفضلة عندهم لكن احنا ايضا عندنا ردود دايما حضرة بالورقة والألم نطلع ونشوف الفيديو جزاء بتاعت حسام حسن فماش الناشئين دي ومع الاسماعيلي دي يعني واضحة انها مش ضربة جزاء اساسا ده اللعب رمى نفسه والولد ملمسوش اساسا يعني 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 في فرق بعيد يعني يمكن شخطة سيد عب حفيز فرقت شوية لا هو مش شخطة سيد عب حفيز فقط لكن كمان مسباني من اتنين اعملوا ضغوطه على الحكم اه فكان فيه ضغوطه على الحكم اه حتة المرعبة يعني اعملوا حتة مرعبة كده اه مثلا نزلت قوي من الحكم في اللي عمله ده يعني فعلا حاجة تزعر ويراج بقى وصدر انه زميلي في الاهرام والله العظيم بص بقى المدرسة ايه واهم من كمان اللعبة التحكمية اللي حنجيب فيها قراء خبراء التحكم زي ما انتم متعودين معانا كالعاد النادي الاهلي عرضنالكو على مدار السنة ازاي كان بيتضرر عرضنالكو المسم اللي فات ازاي بيقصر 15 نقطة والمنافس بيستفيد بـ 15 نقطة كل ده هنا ايه مش هتلاقي اي كلام عن فكرة ان النادي الاهلي بيضغط بياخد حقه الناس بتعترض فيه اي استجابة لأ انت بتتظلم فسيب النادي الاهلي يتظلم ومحدش حكال طب بدأت في لعبات مصيرية او لعبات هامة ومؤسرة في نتيجة المباراة في دقيقة الاخيرة في بطولة مش هي الاهم ها بتاخد حقك نسبيا وفي حجر بيرمى في الماء الراكد رغم ان ما نتمناش يكون ده تمويه ونرجع نلاقي نفس الاخطاء في الدوري او يكون ده بس الناس بتغسل ايديها كده في كاسر ربطة بس هنقول كويس حسنا فعل حكام انزل بقى على طول بفكرة كابتن سيد عبدالحفيز زعق للحكم مسماني هو اللي ضغط الاهل بيرعب الحكام وابدأ خلي دايما الحكام يدخلوا في حتة لا انا جوا المباراة هحسب الخطأ مش مقتنع بي حاجة عن نادي الاهل ومحدش هيتكلم طول الوقت هم بيلعبوا معاك الجيم ده طول الوقت وهو عايزك تتضرر تحكميا ومتسكتش ولو اتكلمت بشكل عادي جدا وتاخد حقك هتلاقي اللي انت بتسمعه ده عجبني جدا فكرة الضغط على الحكم وعجبني ان الحكم صديق للأستاذ عمر الدرديري المتحدث الرسمي الاسبق لنادي الزمالك وبيتكلم عن فكرة ان السبب ده يمكن بسبب ضغط الكابتن سيد عبدالحفيز وضغط بيت سمو سماني بس انا عايز اقول لكم الكلام ده لو اساء لحد هيسي لناس تانية كتير كانت بالفعل بتضغط باشكال اخرى ولكن حتى مع الحكم نفسه ومع اسم الحكم هيجرنا هل محمد الصباحي الضغط عليه في مباراة الزمالك وامبي اللي رفض يحتسب ركلتين جزاء صحيحتين لصالح نادي امبي مما دفع كابتن حلم صلان احد ابناء نادي الزمالك يقول يا جدعان يا ناس يا هو هو اللي منوش دهر يتضرب على بطنه هل ده كان نتيجة ضغط على محمد الصباحي محمد الصباحي اللي وقت ما كان الدوري اكوال ومباراة هنا ومباراة هنا صفر وحكم واحتسب هدف لصالح نادي الزمالك واحنا كنا مشغولين في مباراة النادي الاهلي كان استضمت بالعرضة ونزلت في منتصف ما بين خط المرمى والستة يارضة هتقول لي حامل راية هقولك اه حامل راية بس هي واضحة أصلا لأي حد موجود على أرض الملعب كان احتسب هدف لو لو جود تقنيه الفار قال لا الموضوع كده يبقى صعب قوي ما ينفعش كمان نحتسب هدف جاي يعني خارج ثلاثة يارضة بعيد عن خط المرمى فلو فيه ضغط وانت شايف ان ضغط بيقع على محمد الصباحي فده اعتقد هيجرنا الأخطاء التحكمية في سنة 2021 لمحمد الصباحي مع نادي الزمالك يا ترى مين اللي ضغط عليه ده رقم واحد رقم اثنين هو اصلا كابتن سيد كان بينفعل ليه كابتن سيد كان رايح للحكم يعترض ليه تعالوا نشوف الفرق الكبير الفار استدعاء على حجة انه ممكن بقى كارت احمر تمام هو راح وشاف ما خدش كارت احمر تمام وكمان ما فيش كارت اصفر يعني ده ده شوف الفرق الكبير بين التقديرين بالضبط يا دكتور ليه انا في الاول قلت هنا المفروض دي سهل على الحكم تاني حاجة في الكرة دي الفار ادي له صورة مش واضحة مش واضحة بس هي واضحة للحكم اللي احنا شايفانها من الاول يبقى هنا فيه انذار تاني على البهر المحمدي كان لازم يبقى فيه كارتة احمر دي لعبة تم احتسابها خطأ هو فعن خطأ ممتاز ممتاز صباح حسبه طبعا اعترضت الجزء الجزء الفنية طبعا بجمع الاحوال شيء طبيعي ممكن الاحكم يخطأ بس مش مقبولة طبعا هنا طبعا ده هنا فيه تهور بالشكل ده كان لازم يبقى فيها انذار ده اللي اعترض عليها الجزء الفني بتاع النادي الاحلي الكرة دي لو اللعيب بتاع الاسماعيلي داخل بالاستادز بتاع الجزمة بتاع الحزاء جامد كانت هنا ممكن تبقى كارتة احمر وانا عارف قصدك تتكلم على مباراة الاحلي والاسماعيلي وانا بكل الشفافية قلت ان لو حد ظلم او فيه اخطاء تحكمية كانت ضد الاحلي في الانذار التاني اللي كان ممكن يتخذ لبهر المحمدي وده عادي الاخطاء وكابتن حسام المدرب بيخطأ والمدرب واللاعب بيخطأ النادي الاسماعيلي عمل شكوى شوف انا بقولك بكل شفافية عمل شكوى ضد التحكيم هي غير مبررة على الاطلاع الحمد لله كابتن عصام عبد الفتاح ما راحش للجري زون ولا الجري اريا ولا راح لخمسين خمسين ولا راح لأي حاجة وبيشهد لصالح حق النادي الاهلي دي شهادة تاريخية من كابتن عصام عبد الفتاح يعني تقريبا كده اداني نموذج اجنبي كابتن عصام عبد الفتاح في رئاسته للجنة الحكام في ربطة الاندية وبطولة ربطة الاندية نتمنى تستمر في الدوري لكن الاهم ان كان واضح جدا ليه كابتن سيدة عبد الحفيزة اعترض مش بس في اعتراض طرد مستحق لبهر محمدي برغم ان رئيس نادي الاسماعيلي يعني قال تصرحات كتيرة جدا الا انه اعترف ان الطرد ده مستحق وطرد سليم يعني المنافس نفسه اعترف ان الطرد ده سليم لكن كابتن سيد ما كانش اعتراضه في دي ده كان اعتراضه كمان في كرة فيها عنف تانية تستحق على الاقل انذار لم يحدث ان الحكم محمد الصباحي منح انذار هتقول الله انت جبت كل ده وبعدت ليه عن رقلة الجزاء لان شيء بديه جدا ان خبراء التحكيم يطلعوا ويقولوا رقل الجزاء النادي الاهلي امام الاسماعيلي زي ما قال الكابتن سامير عثمان وزي ما قال الكابتن احمد الشناوي وفي اتفاق على ان رقل الجزاء النادي الاهلي امام الاسماعيلي رقل الجزاء سليمة باستثناء السنائي كابتن خالغ اندور والاستاذ عمر الدرديري اللي عايشين او بيصدروا نظرية المظلومية نعم وكمان شيء بديه يفسر ليه كان فيه انفعال لان انت على مدار المباراة فيه لقطات زي دي فطبيعي انت مش منتظر كمان ان اتجيلك رقل الجزاء مستحق بشكل خبرية التحكيم وما تتحسبش كان حيبقى الموضوع ربطة ودوري وكل البطولات طيب نروح كمان لان ما كانش ده بس الكلام عن النادي الاهلي لا ده فيه كلام اخر كان عن النادي الاهلي فيه ذات الصياق نطلع وتشوف يا حاجة ادع allt اي حاجة خالص على اي أين الاعاقة حاجةakt قول لي فين الاعاقة اوالل Latv يعز عرف فين الاعاقة يعني الاعاقة فين ابقوا gr ايه اعاقة اللي عمال الاعاقة في الفار يعني خ climate يا كابتن الاعاقة في الفار الاعاقة في الفار الاعاقة في الفار لا انه الفار ما انت بترجع وما انت بتجيه عند كرة كرة انزمي انemer يا twisted ع chia الفار جاب محمد الحنفي وقال ان فيه شك في ضرب جزاء وطلع المحللين قال لك ضرب جزاء بتاعت أوباما. بقى بتاعت أوباما مش ضرب جزاء في عين محمد الحنافي. وبتاعت حسام حسن ضرب جزاء. يعني شوف الإعاقة واضحة هنا. أصل الزماج بيتكلم على المظلومية. يعني حاجة غريبة أو بيقنقوا الآية. يعني حاجة أنت بتقلب بتعكس الحقاية. اللي ضرب جزاء بتقول علامة الزماج. وفي الأخير تتكلم على المظلومية. بيتكلموا على المظلومية. مظلومية يا جماعة. ده مظلوم ونص. ده الزماج ده يعني. اللي بيستحمله ده ما بيستحملهش جبال. يعني الموضوع رايح لسكة الستاند اوب كوميدي شو. يعني موضوع ما فيش أي فيه قرارات ولا كلام في التحكيم. ولو بنتكلم على مين بيلوي الحقائق. ومين بيغير الواقع لأكاذيب. محمد الحنفي اللي بيدرب به المثل في النواة. كان متأنف الفار ضد الزمالك. هو هو نفس الحكم اللي في لحظات حسمة. في المسابقة زي الدوري الموسم اللي فات. لما طلع في مبارات بيراميدز. في مبارات سموحة. يشوف راكل الجزاء على طريق حامد. كان هو نفس الحكم اللي المخرج. جاب على الهواء اللقط عشان يقول يا جماعة. فيه لقطات. هو اللي ما كانش بيسمع. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هو ده التحكيم اللي ما كانش بيروح ويشوف الفار. الموسم اللي فات كنا بنشوف الظرف عجازة في كل لقطات النادي الاهلي. وفي كل مشاهد النادي الاهلي على الجانب الآخر العكس. لا الاهم من فكرة التحكيم اللي احنا تناولناها بشكل مهم جدا. هو بيقول فكرة الأستاذ عمر الدرديري بيقول فكرة المظلومية. والنادي الزمالك بيتعرض. يعني لو جبل كان ممكن يشتكي من فكرة الظلم اللي بتعرض ليه. نادي الزمالك. طب ما تيجي نسمع اصلا في لحظة كده. الاستاذ عمر الدرديري ونظرية المظلومية دي كان رأيه فيها ايه. نشوف الفيديو. نختصر نفسي ان نستمع manifestsation. عمرنا بس بس احنا مش عايزين نتكلم ونقول عملنا ايه. في حاجات مش عايزين ناعلن عنها. في كلام مش عايزين نحنا ناعلن عن. يعجل انه مفقد. يعجل انه مفقد opp现在 العين لان الناس ترزيل اللي ترتاح. Johny انه فيهrament مش نافع ناعلن. يعني مش ناك ناعلن. we kind of accept. نحناấp ناعلن احنا فيه حاجات على فكرة كتير جدا 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 جدا. بنعملها وناخدها. والناس بتقعد تقول ان الزمك ما خدش احنا بنكون واخدين حقينا في حاجات واحنا مش عايزين نتكلم فيها. تمام. لا في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حق اكتر وبتجيب لنا حاجات اكتر. وبن بنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها لكن احنا بنكون مش مظلومين. في حاجات كتير. بس مش عايزين نعلن عنها. تمام. تمام. لكن لكن تأكد ان الناد الزمك والله العظيم قوي وبياخد حقه. اتمنى سيلك. والله احنا مش بنسيب حق زمالك. واحنا في وجودنا والله العظيم. عمرنا ما هنتهوم في حق الزمالك. استاذ عمر. نشكركم لحسن تعاونكم معنا. في الملك. شكرا جدا استاذ عمر. حضرتك بنفسك. جيت قلت ان انت بنصدر للرأي العام ان احنا مظلومين عشان الزمالك ياخد ايه? حقه? لا. عشان ياخد اكتر من حقه. ليه? لان الزمالك من وجهة نظر استاذ عمر الدرديري واخد حقه. ولما استاذ عمر الدرديري يقولك الزمالك واخد حقه. يبقى تعرف ان الزمالك واخد اكتر من حقه. اعتقد نظرية المظلومية صوت وصورة بيطبقها بنجاح الاستاذ عمر الدرديري. لكن اللعبة بقت مكشوفة. نروح بقى للتويتات والمشاركات حضراتكم على هاشتاج. الالي خط احمر. ونشوف التعليقات. عندنا هنا ابراهيم بيقول توقعاته. فوز مصر ان شاء الله. واحد سفر بجول عمر السلية. ويكون اداء عظمة. عظمة. والاستاذ احمد عبد الرازق بيتوقع فوز مصر اتنين واحد. ان شاء الله. انا عجبني التفاؤل. مين معانا تاني؟ نعرض اراء احمد حلمي. بيقول ان شاء الله هنفوز بشرط. نلعب بشخصية منتخب مصر. فعلا ده المهم. واننا ابطال افريقيا سبع مرات ده دافع كبير. واهلاوي افتخر محمد الحادي. بيقول ان شاء الله هنكسب والاهل خطة احمد. ان شاء الله كل التوفيق. ان شاء الله لمنتخب مصر فيه مواجهة كوتيفور. نتمنى تكون الحلقة النهاردة نالت استحسان حضراتكم. ولكن انا بحابب اوجه رسالة من شخص لا يزايد على اهلوية احد. شخص اهلاوي منتمي. مثلكم للنادي الاهلي. والرسالة للجميع. والجميع بمعنى الجميع. ننحي اي انتصار لوجهات النظر. ننحي اي شيء خاضع لفكرة النزاعات. ننحي اي وجهات نظر وقرارات ممكن تكون بتتاخد بشكل انفعالي. اتمنى اتمنى يصل للجميع ان الاهلي فوق الجميع. نشوفكم على خير. والاهلي دائما منتصرا. الاهلي فوق الجميع ابناء.